بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس كل كلامي النهاردة حيكون منصب على ما يحدث في ملعب مختار التيتش كيف يستعد النادي الأهلي أو النادي الأهلي بيعمل إيه تحت قيادة مديره الفني الجديد مارسيل كولر السويسري كولر بدأ من اليوم أو من اليوم بدأ تطبيق نظام اليوم الكامل يعني إيه نظام اليوم الكامل في كرة القدم كرة القدم عندما تنظر يجب أن يكون هناك في كرة القدم أول شيء هو الالتزام يعني إيه الالتزام بمواعيدك الالتزام بمواعيد نومك الالتزام بمواعيد أكلك طريقة الأكل اللي بتاكلها هل كل اللاعبين بيعملوا كده؟ لا ولكن معظم اللاعبين اللي بيبقوا نجوم أو بيضاعهم الجمهور في مصاف النجوم بيعملوا هذا الموضوع بيأخذوا بالهم كويس جدا من طريقة أكلهم بيأخذوا بالهم كويس جدا من تمرينهم بياخدوا بالهم كويس جدا من كل شيء داخل أنا أسف خارج الملعب وداخل الملعب خارج الملعب أكتر كمان علشان يصل ويبقى في مصاف النجوم أو جمهور النادي الأهلي تحديدا لا يضع واحد من الموجودين أمام حضراتكم في مصاف النجوم إلا لو خاف على نفسه إلا لو خاف على نفسه واحترم كل حاجة داخل النادي الأهلي واحترم جمهور النادي الأهلي كيف تحترم جمهور النادي الأهلي من خلال أدائك في الملعب ومن خلال أخلاقك خارج الملعب من خلال أدائك جوه الملعب حيبقى إزاي؟ من خلال التزامك في تمرينك التزامك في مواعيد نومك التزامك في أن أنت تريح في بيتك أكتر ما تصهر التزامك في حاجات كتيرة جدا طيب على الجانب الآخر الالتزام الأخلاقي حضرتك لما بتبقى لاعب أو نجم في النادي الأهلي حضرتك ملايين الأطفال وملايين الشباب بيبصوا عليك يعني إيه؟ يعني لو عندك صهرة حلوة مثلا أنا بقول أمثلة بشكل عام لو عندك صهرة حلوة مش لازم تصهرها دلوقتي مع صحابك ومع أصدقائك مش لازم تصهرها دلوقتي ليه؟ مش لازم تصهرها دلوقتي إلا لو كان عندك أجازة وخلي بالك وانت بتصهر علشان في الأجازة حتى علشان الناس بتبصلك الناس بتشوفك بتعمل إيه؟ وبتقتدي بيك بتقتدي بيك فحتى وانت في أجازتك خلي بالك من نفسك وخلي بالك من تصرفاتك وخلي بالك من كل شيء وانا ليه بقولي الرشدة دي؟ لأن الرشدة دي هي اللي حتخلي مجموعة اللاعبين اللي أمام حضراتكم يصلوا يصلوا في مصاف كبار النجوم اللي حضراتكم بتتكلموا عنهم قبل كده هي ليه الناس؟ ليه جمهور النادي الأهلي بتتكلم عن أبو تريك؟ ليه جمهور النادي الأهلي بتتكلم عن بركات؟ ليه جمهور النادي الأهلي بتتكلم عن وقى الجمعة وشادي محمد وعمد النحاس وسيد معوض وأحمد كل المجموعة ومتعب عماد متعب طبعا وجلبرت وفلافيو وشوقي وإحمد السيد وكل الناس الجيل الجميل اللي الناس دي بتحبوا وبتفتكروا لغاية دلوقتي ليه ويعني ما أنا كنت شاهد على هذا العصر أن هؤلاء اللاعبين حتى اللي بيبقى صهران بيبقى صهران في السرير قاعد في السرير ما بيعملش عاجل ساعتها ولا تليفونات بأكت كتيرة يعني ما كانش لسه السوشال ميديا فكان آخرك تقعد في السرير تهزر مع صاحبك تتكلموا تفتكروا أيام زمان كنت بتعملوا إيه مع بعض بتهزروا إزاي بتعملوا إزاي تتكلموا عن المباراة اللي حتلعبوها بكرة عشان كده الجيل ده لما كان بيلعب وغيره وغيره من الأجيال ولكن أنا بتكلم على جيل أنا كنت شاهد على العصر فيه يعني آخرك كده كانت فيه ناس بتنمى وقل جمعة كانت عنيبتح مرة من الساعة 9 يعني الفطار اللي كان ما بيبقى الساعة 9 أنا آسف العشاء لما بيبقى الساعة 9 كانت تحس إن وقل الجمعة ده عنيبتح مرة وبيقعد يعمل كده وبتركة نفس الكلام عشان كانوا بيصحوا من الفجر يصالوا الفجر ويكملوا قاعدة لغاية الفطار فهي دي الرشدة أنا ليه بقول الرشدة دي قبل بداية الموسم علشان أنا متأكد إن كل هؤلاء اللاعبين اللي حضراتكم شايفينهم حسين الشحات ومحمد محمود وطاهر وسافيو كل المجموعة اللي موجودة دلوقتي في النادي الأهلي ورامي وإحمد عبدالقادر ومغربي وكل المجموعة اللي أنا شايفها دلوقتي وأكرم طبعا وقالي كل الناس اللي موجودة دي أنا متأكد إن هي لازم تعمل كده أو هي دي رشدة نجاح هذا الموسم خصوصا إن أنا خدت الشهر الأجازة بتاعي مش هتقدر تتكلم بقول بقى للعيبة ودي رسالتي ليهم مش هتقدروا تتكلموا في إجهاد وما إجهادش مفيش حاجة اسمها إجهاد بقى خلاص الموضوع انتهى حضرتك إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي خدت قرار بأن مجموعة اللاعبين اللي لعبوا خلال الفترة اللي فاتت شكرا ريحوا في البيت وكان لسه فاضل خمس سبعة سبعة ما تشطع الدوري ما يخلص خلاص موضوع ان انت استريحت اه استريحت موضوع ان انت ان انت بدأت أو إدارة الكرة في النادي الأهلي بدأت تخطط للمستقبل أول هذه القرارات كانت شكرا لراحة القوام الأساسي للفريق دي كانت أول حاجة تاني حاجة بعد مباراة فاركو تاني حاجة كيفية اختيار المدير الفني بعد الاتفاق على انتهاء عقد ريكاردو سوارش بالتراضي ظالم أو مظلوم دي حاجة تانية نبقى نتكلم فيها بعدين لكن انا بتكلم ويكفي ان الراجل طلع أشاد بالنادي الأهلي ولكن انا بتكلم عن بداية موسم اه احنا بدئينه المفروض الموسم ده كان يبدأ من شهرين ولا حاجة ولكن احنا بدئينه متأخر ولكن اعتقد ان النادي الأهلي بدأ هذا الموسم بشكل جيد مدير فني السيفي بتاعه بيقول ان هو مدير فني كويس جدا الراجل تحركاته ووقفته وكلامه مع اللاعبين ولما بتسأل اللاعبين تقول لي كل ده بيبان في يومين اه بيبان في يومين وبيبان في ساعة فتحركاته وكلامه وثقته مع اللاعبين لما طلبت من وحكي لحضراتك سر طبعاً كالعادة طلبت ان يكون المدير الفني للنادي الأهلي مستر مارسيل كولر ضيفاً على قناة النادي الأهلي وعلى البيت الكبير الحقيقة يعني الراجل اعتذر وبشياكة عجبني الكلام بتاعه قال لي بص انا حطلع دلوقتي انا اتكلمت في المركز الاعلامي واتكلمت في المؤتمر الصحفي وبالتالي حطلع دلوقتي خليني اقعد مع فرقتي واشوف فرقتي شوية واعرف اللاعبة اكتر وعمل لهم الفكر اللي انا عايز اقوله لهم واحد كده اطلع اتكلم مع جمهور النادي الأهلي من خلال قناته فالحمد لله بداية الموسم تبدو جيدة كل واحد في الادارة عملت شغلها الجهاز الفني حيبتدي يعمل شغله اللاعبين خدوا اجازتهم وريحوا يبتدوا بقى يعملوا شغلهم اللي جاي ويبتدوا تمرينهم وانا انتظر النتائج سيبكوا من الصياح اللي بيحصل حواليك اللي بيحصل حوالين النادي الأهلي سيبكوا من هذا الكلام خالص احنا انا عارف ان في حاملة دلوقتي معمولة من النبارح للنيار دا علي انا تحديدا ما عنديش مشكلة اللي عايز يقول حاجة يقولها والعايز يعمل حاجة يقولها ما عنديش اي مشكلة وانا بابقى سعيد هتقول لي اه أنا بابقى سعيد بهذه الحمالات سعيد ليه ب встретى هذه الحمالات لانها حملات كاذبة وهم عارفين حملات كاذبة كل الكلام اللي بيقولوا ده بيحاولوا يقلبوا الناس عليها. لكن جمهور النادي الأهلي واقف دائما بالمرصاد لمثل هذه الأقاويل ومثل هذه الأحداث. فبالتالي أنا مش هتكلم في هذا الأمر. لكن صدقوني كل اللي بيحصل خلال هذه الفترة الغرض منه هو التشويش بما فيها المؤتمرات الصحفية اللي بتحصل. وبما فيها المؤتمرات القديمة والمؤتمرات الجديدة. وبما فيها القنوات اللي بتقعد الناس تقعد تهيز دراسها. واللي هنا كل ده ما عنديش مشكلة فيه. اللي عايز يقول حاجة يقولها. وكل واحد من حقه أن يضع سياساته علشان ينجح بيها. حتى لو كانت هذه السياسات معادية لنادي أخر. ده أنا بتكلم على القنوات الأخر. فأنا ما عنديش مشكلة. أقول زي ما انت عايز. واللي عايز يقول حاجة يقولها. وانا برد في الوقت اللي أنا عايز أرد فيه. أو جمهور الأهلي. كمان بيرد في الوقت اللي هو عايز يرد فيه. فخلي اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل ما عنديش مشكلة في هذا الكلام ولكن لما هأنظر للصورة كاملة لما أجي بص على الصورة كاملة لا الحمد لله كل الأمور تدعو إلى التفاؤل لا ينقصنا احتواء مش عايزين احتواء من حد أنا مش عايز احتواء من حد كنادي أهلي أنا مش عايز احتواء من حد كل اللي عايزه أن يتم تحقيق العدالة واليومين دول أنا بسمح حاجات خاصة بلجنة التحكيم أنا سيئب هادي الوقتي برضو البعض بيشوف الكلام اللي أنا بقوله ده يقول لي هو أنت خايف تتكلم خايف من مين أو خاف ليه أنا ما بخافش أتكلم في حاجة ولكن أنا بدي فرصة للإصلاح زي ما تعلمت دائما داخل النادي الأهلي يعني إيه يعني إحنا تكلمنا في مواضيع مبارح وأول مبارح لو المواضيع دي تصلحت هل ده يخليني أطلع أقول أن الناس دي وحشة بالعكس هطلع أقول على الناس اللي عملت كده أن هي ناس كويسة اللي كنت ممكن جدا مبارح بقول عليهم أنهم وحشين لكن لو تم الإصلاح هو غرض الإعلام المحترم إعلام النادي الأهلي غرضه إيه غرضه الإصلاح بعدين برضو هتكلم في النقاط دي برضو لأن أنا فأنا بالحمد لله والشكر لله في داخل قناة النادي الأهلي محدش بيخاف طول ما عندك جمهور زي جمهور النادي الأهلي اوعى تخاف اوعى تخاف أو اوعى تبص حواليك اطلع وشوف الموضوع يمشي إزاي وقوله زي ما اتكلمنا مع حضراتكم مبارح فمرة تانية لما باجي بص للموضوع أنت كل المنغصات اللي عندك إيه أن أنت ماشي بشكل جيد قدت للعبتك أجازة وبعدين بدأت موسم بشكل جيد جبت مدير فني عنده سيفي كويس جبت مجموعة أو اتنين من اللاعبين تم الإعلان عنهم شادي وبرونو سافيو الاتنين تم الإعلان عنهم الاتنين من الواضح أنه هم لعب احنا شادي عارفين وأنه هو لعب كويس برونو سافيو من الواضح من الفيديوهات بتاعته أنه هو لعب كويس قوي نتمنى له التوفيق رب مع النادي الأهلي النهاردة كمان شوية قد يتم الإعلان وقد لا يتم النهاردة أو يتم بكرة الصبح احنا مع نادينا في أي حاجة وبالتالي الأمور ماشي كويس كل اللي بيحصل إيه واحد بيجي لك من بعيد انت مش شايفه والله ما حد شايفه والله لكن بيجي لك من بعيد قوي يقول لك إيه والأهلي والخطيب وساد عبد الحفيز ومش عارف مين ومين 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 والله العظيم هو هو زعق ويعمل ويكلم هنا وقول هنا ويعمل وكل حاجة محدش بيبص محدش بيبص ولا حد بيشوف لأنه في النهاية النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي همه شيء واحد فقط شيء واحد فقط مصلحة النادي الأهلي بس محدش في اللي موجودين من أول الكابتن محمود الخطيب الأستاذ العمري فاروق الأستاذ خالد مرتاجي الأستاذ دكتور محمد شوقي الأستاذ طريق أنديل الأستاذ محمد الغزاوي الأستاذ محمد الضماطي الأستاذ محمد الجرحي الدكتور مهند مجدي الأستاذ محمد سراج الدين الأستاذ مية عاطف كل هذه الأسماء وأنا قصد أن أقولهم ما يهمهمش حاجة غير شيء واحد فقط مصلحة النادي الأهلي فقط لغير فأقول واتكلم وإعمل هنا وإحنا عندنا شيء واحد هو اللي نقدر نستعمله وهو القانون القانون كل الطرق الشرعية هي اللي حيسلكها النادي الأهلي في أي حد بيغلط في النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي لا يعرف أمور أخرى غير الطرق الشرعية غير الطرق الشرعية فبالتالي ما عندناش أي مشكلة بنحترم كل مؤسسات الدولة ونحترم كل الناس عمرنا ما بنحاول نغلط في حد ولا بنغلط في نادي ولا في منافس ولا في حد ولا أي حاجة خالص خالص عمرنا وحد يقول إن إحنا غلطنا في حد لكن كل حاجة إحنا هنعملها أو النادي الأهلي هيعملها هيعملها من خلال القانون فقط لغير والقنوات الشرعية فقط لغير مش هنقدر عمر ما النادي الأهلي اتعود على حاجات تانية عمر ما النادي الأهلي هديكوا شفتوا الفرق ما بين أو بلاش أنا هتكلم على المؤتمر الصحفي بتاعنا أنا مليش دعوا بأي حد تاني المؤتمر الصحفي بتاع النادي الأهلي شفتواه عامل إزاي مش هتكلم اتهى الاحترام اتهى الأدب رجل رئيس النادي كابتن محمود الخطيب جي ما طلعش فوق صح طلع فوق قعد مع جنب مرسيل كولر ولا جنب سيد عبد الحفيز ولا جنب ما عندناش حد محتاج لقطة السيد الكابتن حسام غالي كان موجود تحت لجنة التخطيب بالكامل موجودة تحت قاعدين بيسقفوا للراجل الأستاذ الخالد مرتجي حد سامع قال أو احنا سمعنا بنتكلم عن دور خالد مرتجي مثلا وعمل ايه الأستاذ خالد مرتجي طبعا عمين صندوق النادي الحلي الأستاذ خالد مرتجي له دور مهم جدا جدا في التعاقد مع هذا الرجل لكن ما حدش فينا سيتكلم في هذا الأمر ما حدش فينا سيتكلم لإنهم كلهم ما حدش في النادي الحلي بيقول إن أنا أعملت النادي الأهلي هو اللي بيعمل زي ما حضراتكم شايفين مجلس الإدارة اللي شايفينه حضراتكم ده موجود مش عشان يطلع ياخد اللقطة ولا يطلع يوقف مع الناس دي يتصور لأنه ما فيش حد فيهم محتاج لقطة ولا فيهم حد عايز يتصور ولا فرق معاه لكن مجلس إدارة النادي الأهلي هو موجود فقط بيحاول على قد ما يقدر أداء مهمته في خدمة الجمعية العمومية وخدمة جمهور النادي الأهلي إحنا جمعياتنا العمومية مقسمة لحاجتين الجمعية العمومية اللي موجودة داخل النادي والجمعية العمومية السبعين تمانين مليون اللي برا النادي الجمعية العامة اللي هي جمهور الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية دو الجزء من جمهور النادي الأهلي جزء أصيل من جمهور النادي الأهلي مشجعين زيهم زي اللي برا فهو ده اللي نحن دايماً بنتكلم فيه ما تبصوش لحد تاني صدقوني كل الحد أي حد تاني بيحاول ياخدنا في الاتجاه اللي احنا نطلع ونتخنق ويلا وهب ويلا والكلام الحلو اللطيف اللي حضراتكم عارفينه ده عايز حضراتكم بس تاخدوا بالكم من حاجة أن النادي الأهلي دائماً عندما يتكلم يتكلم داخل القنوات الشرعية فقط فقط مش هتلاقي كابتل محمود الخطيب طلع على 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 الستيج على المنصة أو على المسرح يتكلم ويقعد وكذا سمعتوا الكلام ده كابتل محمود الخطيب طلع من شهر ونص كده على قناة الأهلي هنا عمل كلمة مسجلة لمدة ساعة لمدة ساعة هل حد سمع لفظ خارج حد سمع تلميح بشكل غير جيد على حد هل تطرق كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لأي نادي آخر كابتل محمود حتى عندما تكلم عن التحكيم تكلم بمنتهى الأدب هو بمنتهى الاحترام دايما لما حاجة أتكلم هتكلم عن النادي الأهلي واللي بيعمله النادي الأهلي ورئيسه وانتوا بقى يعقدوا المقارنات زي ما انتوا عايزين ما أنا مليش علاقة أنا ما بعقدش المقارنات أنا بقول النادي الأهلي لكن المقارنات واضحة لكل الناس فكابتل محمود الخطيب ساعة بيتكلم ساعة لو قعدت تتفرج على الساعة دي تاني دلوقتي هتبقى مبسوط كأهلاوي بكلام هذا الرجل وباحترام هذا الرجل بالمناسبة أنا لما بقول كابتل محمود الخطيب يبقى بقول سيادة الوزير العمري فاروق يبقى بتكلم عن الأستاذ خالد مرتجي أمين السندوق يبقى بتكلم عن بقية أعضاء مجلس الإدارة بالكامل بما أن رأس هذا النادي الأهلي رأس هذه المنظومة كابتل محمود الخطيب وبالتالي أنا بتكلم على كل المجموعة اللي موجودة مجلس إدارة النادي الأهلي من أول كابتل محمود لغاية كابتل مايعاطف لا أصغر الأعضاء على ما أتذكر إذا كنت بتكلم صح فكابتل محمود الخطيب ساعة بيتكلم بيش حاجة خد حقوقه وبعت أو رسائل من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي لكل اللي بيسمعوه لكل المصريين والله العظيم هذا حصل بعض من لا يشجع النادي الأهلي من أصدقائي تكلموني في التليفون بعد كلمة الكابتل محمود أقول لك يا عم إسلام إحنا عايزين نشوف الكابتل خطيب فقلت لهم تمام يعني الكابتل موجود في النادي يعني اللي عايز نشوف الكابتل خطيب موجود في النادي الكابتل خطيب موجود وبيمشي وبيطلع قده مجلس الإدارة وبيقعد مع الأعضاء قالوا إحنا عايزين نشوف الكابتل خطيب علشان نشكره على احترامه وأدبه حتى في الكلام والله هذا حصل ومن حد ما بيشجعش النادي الأهلي بيشجع نادي آخر. أو الله. هو صديق عزيز كمان ليه. إحنا بنختلف في حاجة واحدة بس. إن أنا بشجع الأهلي وهو لأ. فهو ده اللي بيحصل. هو ده اللي احنا بنشوفه. وهو ده اللي احنا عايزينه. ومعليش أنا تطرقت في أحاديث كثيرة جدا. ولكن اللي الواحد بيشوفه خلال هذه الفترة بيخلينا دايما دايما عايزين نمسك في مبادئنا. نمسك في أخلاقنا. نمسك في جمهورنا العظيم. جمهورنا اللي واقف وراء لعبته. وراء جهازه الفني. ووراء مجلس إدارته. في أي مكان. وفي أي وقت. وفي أي وقت. فبالتالي المنظومة اللي احنا بنتكلم عنها دي بتورينا إن احنا إن شاء الله ربنا يكرمنا. دي حاجة يعني المقدمات تؤدي إلى نتائج. المقدمات دلوقتي جيدة. إن البداية كويسة. وإن شاء الله ربنا يكرمنا. وهو الراجل عمل اليوم الكامل. بدايته كانت من النهاردة. ربنا يكرم ويكمل بهذا الشكل. واللعبين يبقوا وقفين على رجليهم. المباريات أعتقد هتبقى خلال الأسبوع الأخير من شهر تسعة المباريات الودية. يكون الراجل شاف مجموعة اللاعبين. شاف طريقة اللعب المناسبة لكل اللاعبين. هنشوف الكلام ده هيمشي إزاي. هيا مواحد وعشرين وخمسة وعشرين وتسعة وعشرين في مباريات ودية إن شاء الله. متدرجة المستوى. ليه؟ عشان الراجل يبقى عارف ومين إسلام اللي بيلعب نحط اللي مين ومين إسلام اللي بيلعب نحط الشمال ومين محمد اللي بيلعب وراء ومين. بيبقى عارف كل حاجة من خلال المباريات كمان. بعد ما يشوف التمرين. الحمد لله إن الأمور ماشى بشكل جيد. النهاردة تمرين الصبح كان بدأ بمحاضرة من مرسيل كولر. وبعدين عملوا ترحيب للبرازيلي برونو سافيو. المهاجم الجديد للنادي الأهلي اللي شارك فيه التدريبات لأول مرة. بعد ما تم ضمه رسميا من نادي بوليفار البوليفي. وبمناسبة برونو. لو بصنا على إحصائياته وعلى المراكز اللي بيلعب فيها هتعرف إزاي إنه هو مكسب إن شاء الله. مكسب كبير للنادي الأهلي. وإن شاء الله يكون التوفيق حليفه. ويقدم مستوى منتظر منه. ويقدر يسعد كل جمهور النادي الأهلي. إزاي ما حضراتكم شايفين بيلعب راس حربة. بيلعب وينج شمال. بيلعب وينج يمين. بيلعب وسط ملعب يمين وشمال. وبالتالي تقدر تستفيد منه في كل المراكز. يعني هو لعب واحد وخمسين ماتش كمهاجم صريح. سجل عشرين هدف. وصنع ستة أهداف. لعب على الجانب الآيمن خمسة وثلاثين مباراة. وسجل عشر أهداف. وصنع سبعة. بيلعب في مراكز مختلفة. زي الجناح الآيصر والجناح الآيمن. ووسط الملعب يمين وشمال. وبالتالي هو لعب صاحب إمكانيات وأرقام جيدة. نهارده كمان سافيو كلو التصريحات على هامش مشاركته الأولى في ميران الأهلي. وقال أنه اختار النادي الأعظم في أفريقيا. وأنه بيحلم باللعب في كأس العالم للأندية. أوجه الشكر لجمهيد الأهلي على الاستقبال والدعم الكبير. وده الحقيقة اللي هو شافها خلال هذه الفترة. تمريد المسائي بقى النهارده كان شوية جيم. وبعد كده إحماء وتدريب. بصوا دايما عشان تبقوا حضراتكم عارفين. اللي بيعمل ثلاث تمارين في اليوم بيعمل إيه؟ بيعمل تمرينة بدني. بدني. بتبقى كلها بدني الصبح. الصبح بتنزل بتتمرن ساعة ساعة لربع ساعة ساعة وعشر دقايب. من ساعة من ساعة لربع لساعة وعشر دقايب الكتير. كلها بتبقى بدني. كلها. بجري وتحملات خاصة وتحملات عامة على حسب البرنامج اللي بيضعوا لمدير الفني. بعد الظهر بتنزل شوية جيم. وبعد كده بتبتدي تعمل التاكتك من خلال تاكتك من خلال البدني الخاص. اللي هو الباك اليمين يجري ناحية اليمين خمس ست خطوات. الباك الشمال نفس الكلام. وهكذا. ده هو. بس بتبقى فيها كرة عشان الراحد ما يزهقش. عشان اللعيب ما يزهقش. ما تبقى الصبح ودهر وبالليل. بتجري بس. فهو ده شكل العام لكرة القدم أو لشكل التمرين بقى. التمرين بيبقى زي الجري الصبح بيبقى زي الجري بعد الدور بيبقى زي دي حاجات أخرى. الجهاز الفني كان ملكز على رفع معدلات اللي أقل بدنية طبعا. لللاعبين. وده حيتواصل خلال الأيام القادمة. أفشا وشريف وعمار حمدي وكوكا. يعني لسه بيقدوا برنامجهم التأهيلي بانتظام. علشان إن شاء الله يرجعوا أحسن من الأول. وإن شاء الله يكونوا أفضل من الأول. بالمناسبة يعني أفشا وشريف بدأوا برضو يشتغلوا بدني مع الفريق بالتدريج. وده شيء مباشر. لأنه لو عايزين الكلام الأكيد. دكتور أحمد أبو عبلى قال إن أفشا قدامه أسبوع إن شاء الله يرجع ويشارك في كل التدريبات. محمد شريف قدامه عشر تيام ويرجع حسب التقارير الطبية لحالته. طيب بكرة إيه اللي هيحصل؟ تدريبات مستمرة بنظام اليوم الكامل. لكن كمان هيكون في شغلك أكبر للجهاز الطبي بفحوصات شاملة. لجميع اللاعبين استعداداً للموسم الجديد. وده أمر مهم شرحته لحضراتكم من بارها. أعتقد كده إن الجمهور اطمأن على سير الفترة الإعداد من بدايتها مع مرسيل كولر وجهازه الفني الجديد. برضو خليني قبل بس ما أطلع الفصل. نروح لحاجة مهمة جدا. وخاصة باتحاد كرة القدم. بعد أندية الجمعية العمومية للتحاد المصري لكرة القدم. بتعقد جلسة عاجلة في أحد الفنادق. للرد بقوة على قرار اتحاد كرة القدم. بهبوط 33 فريق للقسم الثالث. في الموسم بعد القدم. اللي أنت بتقوله ده صح؟ آه ده حقيقي. اتحاد كرة القدم قرر أنه هو الموسم البعد اللي جاي. يعمل الدوري العام به. اللي هو الممتاز به. من مجموعة واحدة. من 18 فريق. يبقى زيه. زيه. زي الدوري الممتاز ألف. يعني حيهبط. هو دلوقتي تلات مجموعات. كل مجموعة يهبط منها 11. في 3 ب 33 فرقة. الأندية دي. أندية الجمعية العمومية. طيب. من الناحية الفنية. هو موضوع هايل ورائع وجايد جدا. ولكن كيفية تنفيذه. عشان أقدر أن نفذ هذا الموضوع. لازم أدي لهذه الأندية فرصة لتوفيق الأوضاع. وفرصة أن أنا أقدر أبيع. أن أنا كنادي في البلعب في الدرجة التانية. أقدر أبيع أو من خلال الاتحاد بقى ما أعرفش. أقدر أبيع البث التلفزيوني لمباريات الدرجة التانية. وبالمناسبة بتعمل مشاهدات كبيرة جدا. لو في وجود الأندية الشعبية. لكن القرار ده. 900% هيقضي على الأندية الشعبية. فيجب أن يكون هناك تعامل مختلف. ممكن يكون القرار صحي من الناحية الفنية. وأنا مع القرار من الناحية الفنية. لكن كيفية تنفيذ القرار. أجيب الناس وأعود معاهم. وأقول لهم. وأخذ رأيهم. وأقول لهم أن أنا حديكوا مبالغ قد كده خلال الفترة اللي جاية. نقدر نحسن بها مستوى الفرقة. أو الفرق اللي موجودة. بحيث بقى فيه تنافس جاية السنة اللي جاية. لكن أنت كده بأي حاجة بتطلع. تقوم جاية أية لتعند الجماعية العمومية. الجماعية العمومية دي. الأندية دي ممكن تتسقطك. ممكن تعمل الجماعية العمومية غير عادية. وتسحب السقة منك. وجهة نظرهم. أنت إزاي بتعدل من غير ما ترجع لهذه الأندية. القرار ده لازم ترجع فيه للأندية. ده موجود بالمناسبة في لايحة اتحاد الكرة أو لايحة الوزارة. الحقيقة أنا معرفش اتحاد كرة القدم. يعني بيفكر إزاي خلال هذه الفترة. النظام ده هيدور بالأندية. هبوط 11 نادي من كل مجموعة. أمر غير منطقي. والأندية دي بيلي وبينكم. من حقها أنها تدافع عن كيانها. اتحاد الكرة محتاج أنه هو يراجع نفسه شوية. يجب أن يتم. يا جماعة نقعد مع بعض. ونتكلم. ونبتدي ناخد قرارات. ويسمعوا الأندية. وعودوا مع الأندية وقولوا لهم. طيب. وأتمنى. أتمنى. إن هي ما تكونش قاعدة. اللي هو إيه. بنوري الناس هون إحنا وسورتين وبتاعه. لا قاعدة. ويجب أن يتم الوصول فيها لحلول. لأنه. يعني إيه 33 نادي ينزلوا لدرجة أدنى. طب هتديهم إيه. علشان يقدروا ينفسوا ويطلعوا. هتعمل معهم إيه. بالمناسبة مرة تانية. أنا بقى أؤيد الناحية الفنية. ولكن تنفيذ الموضوع بيبقى عامل إزاي. أنا متأكد مليون في المية. أهو. قبل ما الدوري القسم التاني يبدأ. وقبل أي حاجة. عايز أقول لحضراتكم. بنسبة مليون في المية. تحت كرة القدم. حيعلن تراجعه. عن القرارات دي. مش هيقدر يستحمل. والله ما هيقدر يستحمل. عموما أتمنى أن يكون هناك حل لهذه الأمور. لأن هذه الأمور واجبة الحل في أقرب وقت ممكن. طيب آخر حاجة أتكلم فيها مع حضراتكم. سمر حمزة لعابة المصارعة هارنك. جابت ميداليا في الضية. لأول مرة في تاريخ المصارعة المصرية في بطولة العالم. وصلت النهائي ولم توفق. ولكن عملت إنجاز تاريخي. وتقدر تبني عليه إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. كلنا فخورين بسمر. كل الأبطال سواء ولاد أو بنات. لأنهم بيجتهدوا. وبيحاولوا يعملوا حاجة لبلدهم. ولنفسهم على مستوى الدولي. إعداد البطل الرياضي أو البطل الأولمبي. ده ملف كبير جدا. جدا. ملف أمن قومي بالمناسبة. لازم كلنا نهتم به. والنادي الأهلي عامل شغل رائع في هذا الأمر. وعندنا أبطال في مختلف اللعبات. أيضا إذا كنا بتكلم على سمر. فيجب أن نوجه التحية الكبيرة لجهاز الرياضة العسكري. على رعايته لأبطال كتير في مختلف اللعبات. هارد لك يا سمر. إن شاء الله. إن شاء الله. اللي جاي يبقى أفضل من اللي فات. وإن شاء الله كل الأمور تبقى جيدة خلال الفترة اللي جاي. خلونا نطلع فاصل. وبعد هذا الفاصل. نرجع بقى نتكلم عن أخبارنا. أخبار البيت الكبيرة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. خلينا نبدأ أخبارنا. سيراميكا كلوبترا يعلن عن التعاقد مع بيكم ومحمد شوكري لمدة ثلاث مواسم. أعلن نادي سيراميكا كلوبترا تعاقده مع أحمد رمضان بيكم. قلب دفاع النادي الأهلي. ومحمد شوكري الظهير الأيثر للنادي الأهلي. خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة ثلاث سنوات. فيتوريا يضم مدرب الخماسي الحديث للجهاز الفني للمنتخب الوطني. مش عارف الحقيقة يعني فيتوريا بيضم عبدالكابتر عبدالرحمن عيسى في منصب المعد الجديد للمنتخب. حيث تولى عيسى تدريب منتخب الخماسي الحديث والمعد البدني والمدرب للبطل أحمد الجندي صاحب في ضيط أولمبياد توكيو الأخيرة. ما عرفش هل ده مظبوط. يعني الخماسي الحديث معروف أنه من الألعاب القوية جدا لتحتاج لياقة بدنية عالية جدا. جدا. لكن هل ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ أنا الحياة ما عنديش فكرة. هل الأحمال هتبقى هنا زي هنا؟ ما عنديش فكرة. نهارده أيضا انطلاق معسكر منتخب الشباب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية. يبدأ منتخب مصر للشباب موليد 2003 معسكرا مغلقا بالأسكندرية اليوم الأربعاء. في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل. قبل بس ما أسيب موضوع 2003 نهارده تحديدا. لو حضراتكوا تتذكروا كان أحد اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا في جيل نحن زمان جدا. اسمه مظهر عبد الرحمن في 2001-2001-2002. مظهر كان بيتميز بالقوة البدنية والسرعة الشديدة جدا. اللي يفتكوا بيلعب في المقاولين العرب. مظهر. ابنه بلال. بلال مظهر. محترف في بنا ثانايكوس اليوناني. نادي بنا ثانايكوس اليوناني. السنة اللي فاتت كان هدف. أهو. ده بلال. ده كان هدف الدوري اليوناني تحت 19 سنة و21 هدف. أنا الحقيقة النهاردة بنا ثانايكوس كان بيلعب في بطولة أوروبا للشباب. ضد سلافيا، سوفيا، قلب الغاري. والمباراة خلسة 8. بلال جاب خمسة. خمس أهداف. ما عرفش ليه الكابتن المدين الفني لمنتخب 2003 مستبعد بلال. الحقيقة حاجات غريبة جدا. يا أخي هاته شوفه وجربه. أنا عارف أنه جابه وجربه وعمله. وبعدين كأنه مش موجود. ما عرفش واحد بيجيب أهداف في بطولة أوروبية. جربه. هاته. هاته مرة تانية وشوفه. ما فيش مشكلة أن مصر عايزة تستفيد الحقيقة بكل لعبنا. جربه وشوفه. أعتقد أنه سيكون إضافة جيدة. أنا الحقيقة ولا على تواصل ولا عرف أي حاجة عن الموضوع ده. لكن أنا شفت الموضوع ده النهاردة. حبيت أن أنا غريبة جدا بالنسبة لي. في حاجات كتيرة جدا ممكن راح تتكلم فيها فيما يخص التحاد الكرة. ولكن يعني معسكر مغلق لمنتخب الشباب. منتخب الناشئين استعدادا لتصفيات كأس الأمم. إن شاء الله من 11 أكتوبر. هيبدأ التصفيات. اللي هتكون تحت 17 سنة. كابت محمد وحبة المدير الفني لمنتخب الناشئين. هيضع البرنامج معسكر للمنتخب. واستقرع على خود مباراة دية مع نظيره الجزائري. طيب دي كانت أخبارنا. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل. هنرجع نستقبل ضيوفنا في فقرتنا الأولى. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. والنجم الكبير كابتن أسامة عرابي. ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين. خلوني أرحب بديوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقرة. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. إزاي كابتن شريف. مشرف مهور. كابتن إسلام. أعمل إيه؟ كابتن شريف الأول. يعني احنا معرفناش رأيكم بقالنا فترة. بقالكم فترة مأجزين. أخذين مننا إجازة لكن. معرفناش رأيك ولا رأيك كابتن أسامة. في تعاقد النادي الآلي مع السويسري مرسيل كولر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول. السمعة طيبة للشكل السويسري خطبها لك سابعة رينيي فييلر هنا مع النادي الآلي. نعم. والشكل اللي تاخد بيه الدوري وإسلوب التدريب وإنما كان مع ميستر فييلر لعيبة كانت لسه عندها معطيات كتير جدا وبروميسينج وعايزين يده أكتر. كان أعتقد في بداية سنهم كان بيسمح لهم كمان أن هم يعملوا مسيرة طيبة جدا وصيرة سي فيي كويس لهم كلهم. فده ساعد فكر ميستر فييلر. والشكل التفكير السويسري أعتقد أنه مش هيبقى كولر زي فييلر زي إنما كل واحد هيبقى عنده خبرات. ولكن دائما من اجتمع كلنا على أن السكورتع اللعيبة أو اللعبين هم اللي بينفذوا أحلام المدربين. يعني هم اللي بيشوفوا أسلوب لعبهم، حيويتهم، نشاطهم، روحهم، اسم النادي الكبير اللي هم بيعابه. ليه؟ هو ده اللي بيخلي المدارب ينجح معهم. لما يبقى عنده لعيبة من المستوى الأول ولعيبة محترفة إزاي مثلا الصفقات اللي جات. لعيبة هتقدر تنفس كل أحلام الرجل اللي جاي ده. عايز يدي كل اللي عمله في النمسا عمله في مسيرته الحياة كلها. فلازم يلاعب نفسه يبقى هو عنده المعطيات دي اللي تواكب فكر المدرب. فأنا دايماً بيلعب على اللعيبة نفسها، اللعيبة هي اللي بتقدر تشيل الحكاية كلها. أنا كمدير فني وأجهزة فنية وإدارة وكل حاجة بنوفر كل حاجة لللاعب في الآخر. اللعب هو اللي بيينفس في الآخر في الملعب. فمن حظه الجميل جداً إن كنت أتمرن فرقة زي الناد لقالي عشان السكواد اللي عنده. وعشان الحياة المؤسسية اللي هي بتدي الفرصة لأي حد بالنجاح. وده بيبقى تحت ضغوط بسيطة اللي هي الجماهرية اللي هي عايزة البطولات اللي هي غايبة عني يمكن الدوري سنتين. إنما أنت بتحمل في جوابتك ستة بطولات برضو دول ضغوط برضو إنك أنت صاحب بطولات وما بتتنزلش عن أي مكان إنك أنت تبقى في المركز الثاني ده ما تعرفوش. فلازم اللعيبة اللي موجودة اللي جاية في السيزون اللي جاي ده باللعيبة اللي موجودة اللي أنا أنا بشوف إن هم يقدروا يده سنتين تلاتة كمان بنجاح مستمر. والحمد لله إن هم أول مرة يخدوا أجازة في حياتهم وحيعملوا معسكر جديد وفي المعسكر ده حيبان شخصية المدرب. المدرب وهو بقى واللعيبة اللي موجودة يعني فيه لعيبة هتبقى راجع له من الإصابات فيه رعيبة جاية جديدة على النادي فيه لعيبة متشافة أصلا في الدورة يمكن جاي واحد داي شادي مثلا أو ميسي أو أحد الناس الناس مات عنهم يعني إن هم فلسفقات اللي موجودين حيبقوا موجودين جنب اللعيبة اللي موجودة دي فإنت محتاج بس تدعمات لإنه مبقاش في كل خط واحد بس إنت بس تعتمد عليه تعتمد على الأفشة تعتمد على سولاية وفتحي وديانك يعني هتبقى عندك السيمترية دي الوحيدة في نص الملعب لا كويس قوي عندك اتنين تلاتة كمان عندك تدوير كتير قوي في الملعب تدوير كتير قوي في المباريات هتبتلتلعب برضو كل اتنين وسبعين ساعة متش يعني هتلعب أفريقيا وهتلعب دوري وعندك فينال كاس أو سوبر سوري فكل ده اللاعب هو يا إسلام اللي بيحدد الحكاية كلها اللاعب هو اللي بيديني أنا ببقى عظيم قوي مع هديوكوتي بس كان فيه لعيبة مع أي حد في الفريق ده كان فريق أحلام لأي فرقة في العالم يلعب بالدرجة يكون راحين يلعب ضد كانت أحسن فرقة أيامها الكويت وإيران كانوا بيتمنوا يلعبوا مع نادي الأهلي كانت فيه سبعة جديدة على أيام كنت أمنوا الجزية عيبة تشيل شالة مصر تلت بطولات أفريقيا وربعة إنجاز غير عادي فاللاعب دايما أنا لما بيبقى مستوى أول بيلعب في تشيرت زينات القالي أنا بالنسبة لي هو اللي بيحقق أحلام وطموح المدرب اللي جاء الجديد وفيه برضو شيء من الحظ يعني أنت عند داخل على بطولة سوبر مثلا لما بتخسر الناس ما بترحمش مع فإنت لازم عندك توفيق كمان توفيق مهم جدا مع المدربين اللي جاءين جوداد أو تبقى البداية الحكاية زي فيلال كده لما جاء ما تعدلش ماتش يوم عيد ميلاده كان بلعب أول ماتش في أفريقيا أنا فاكر كويس كسب اتنين برا رجع هنا يقول طب هيعمل لنا إيه وكل مرة كل مرة نسأل طب النهاردة فيه النهاردة فيه لغاية لما راح خادت دوري قبلها بخامسة صباحة فالتوفيق ده مهم جدا بالنسبة للمدرب اللي جاي بجانب لعبين عندهم النشاط والحياة والروح اللي هي تثبت لراجل ده فكره أو شخصيته هيبقى شكلها زي كابتن مساب يعني مبدئيا مستر كولر السي في بتاعه يعتبر جيد مش هنقول إنه ممتاز ولا ضعيف السي في جيد مسيك أندية زي كولن ألماني بازل السويسري منتخب النمسا فعنده سي في معقول جدا يعني احنا يمكن في تاريخنا أو على الأقل الفترة اللي أنا اتفرجت فيها على كرة القدم في النادي الأهلي ثم لعب بالفريق ثم مساعد للأجهزة الفانية في فريق الأول جاء مرة على تاريخنا ناس سي فيهاتهم أقوى من كولر وجاء ناس سي فيهاتهم أقل من مستر كولر يعني على سبيل المثال مثلا مثلا سوبل وهولمن اللي اتنين ألمان الفترة يعني أنا لعبت معاهم ما كانش تاريخهم كبير قوي ولكن حققوا نتائج غير عادية في مثلا ناس كانت سي فيهاتها قوية جدا زي دون ريفي بس كان مسك منتخب إنجلترا بس ملحقش يشتغل معنا غير ثلاثة أربعة شهور يمكن شريف في الفترة دي كان موجود مارتنيول مثلا برضو كان مسك توتينام أربعة خمس شهور فديكسي مثلا ما كانش ليه تاريخ كبير لو أخذ كاس مصر كنت مساعد معاه في الجهاز الفني مستر منول تاريخه قبل ما ييجي جيد ولكن ما كانش غير عادي يعني كان فهو مستر كولر السي بي معقول جدا الخبرات اللي عنده في الفرق اللي مسكها أو المنتخب النمساوي جيدة يمكن بس هي مش مشكلة لأنه مع معاونين جيدين طبعا سامي أمسان وسيد عبد الحفيز كونه أول تجربة ليه في القارة الإفريقية يمكن تاخد منه بعض الشيء ولكن من الحاجات الكويسة أنه هو جاي في بداية الموسي يعني دي من أكثر الحاجات يعني مستر سواريش يعني من الناس اللي ما كانتش محظوظة أنه جي في توقيت صعب إصابات كتير لعب بالناشئين يعني ظروفه كانت جاية صعبة لكن مستر كولر جاي في بداية الموسم عنده خبرة كويسة معه جهزة معاونة جيدة وعارفة الوضع داخل الفريق عنده زي ما كابت شريف قال مجموعة لعيبة مهمة جدا خدت راحة من فترة طويلة ما كانتش مريحة دي نقطة مهمة جدا هيبقى جايين عندهم اشتياء أن يلعبوا زي عمر السلية وحمدي ومش عايز أنسى حد يعني أيمن وياسر كل المجموعة اللي هي غابت وشريف ومعلول هيبقى عندهم اشتياء خدوا فترة راحة كويسة جاي في بداية موسم مع بعض اللاعبين مريحين مع صفقات جديدة هتنضم لأنه احنا قلنا النادي الأهلي بيلعب في أكتر من بطولة طول عمره بيلعب بيشارك في أربع خمس بطولات في السنة فمحتاج عدد من اللاعبين كتير يمكن دي عنينا منها السنة اللي فاتت أنه في فترة لما كان الأساسي بيغيب كانت صعوبة شوية في إيجاد البديل لأسباب كتيرة ممكن تكون طول الفترة ممكن تكونوا ما تجاهزوش كويس ممكن طبعا برضو ناس ما أثبتتش نفسها بالقدر اللي تحمل في تشيرت النادي الأهلي لكن انت دخلت صفقات جديدة زي شادي زي ميسي سافيو برونو سافيو البرازيلي كهرباء احتمال كبير كل دولة ممكن هيبقوا عوامل في لعبة رجعت برضو أو في مغربة أعتقد رجع تقريبا أنا مش عالف دي أكيد هو حتى الآن النادي الأهلي لم يعلن عن صفقات إلا شادي حسين وبرونو سافيو ده اللي تم العين عنهم برسمي لكن يعني زي ما يعني على الأقل شادي حسين وبرونو سافيو مع مجموعة الناس اللي رياحت مع بعض الناشئين اللي ظهروا في الفترة الأخيرة في مباراة الدوري أعتقد الفرقة يعني الراجل عنده الوقت والظروف الجيدة أن يبدأ إعداد جيد ويدخل على الموسم بشكل كويس فإن شاء الله أتمنى السنة دي أن الموسم يبقى أفضل كتير من نهاية الموسم السنة اللي فات يا رب إن شاء الله طيب كابتل شريف رأي حضرك في انطلاق المؤسكر يعني هنا في مصر يعني وبداية تطبيق اليوم الكامل بدايته كانت من النهاردة من الساعة سبعة ونصف صباحا وحتى الثامنة مساء يعني شيء جايد طبعا كلنا عيشنا الفترة دي وعيشنا الأسلوب ده إذا كان جوه مصر أو خارج مصر حقيقة وكل الحكاية أنك أنت بتخش في منطقة تركيز اللاعب بعد الرحل اللي هو بيقع فيها أو الرجوع من إصابة بيبقى محتاج عملية تدريج للتعامل في اللياقة البدنية اللي هي بعد رابع أو خمس مطش من البطولة اللي بلعبها اللي هو الرسم يعني مش الودي أعتقد أنه بيكتمل بقى لللياقة اللي بتكمل معاه لآخر الموسم يعني هما الأسبوعين دول أو الثلاثة سباعة اللي بيبقوا قبل الدورة اللي هما يعني الفرصة الجميلة اللي حصلت لنا كمدرب جديد وكلعيبة برضو جاي من راحة كويسة قوي هي دي الفترة اللاعب بيحط الأرضية بتاعته اللي هيكمل عليها السيزن كله فالمعسكر هنا أو في الخارج أو في أي حتة أنا بأعتقد أنه برضو بيرجع لللاعب أن التزام من الساعة 8 الصبح وغير 8 بالليل والتدريبات اللي موجودة والمعيشة نفسها بتخلي الواحد بيخش غزبا عنه في شغله ما ده شغله ده الوقت ده الحكاية اللي هو بيتعمل بها في الحياة معاه ده شغله ومسئوليته والفترة اللي هو هتحسب عليها بعد أسبوعين ثلاثة قدام مدرب جديد قدام جماهيره قدام نفسه يعني أنا بقى أشوف أن فيه لعيبة محتاجة كانت الراحة دي وكانت بتشتكي دايما من إصابات مطلحقة وحاجة زي كده فقادي الفترة اللي إحنا بناخد فيها التدريجي وبعد كده بنخش على أسبوع باقي لو سمع بيبقى أسبوع بقى لياقة بدنية حد جدا اللياقة دي محتاجة نوم كويس قوي محتاجة معيشة كويس قوي خارج الحكاية لما بنسافر كنا آه بنبقى كلنا في معسكر واحد قاعدين بنأكل مع بعض بنسروا مع بعض بنفكرش غير في الكورة فنتمنى أن الحكاية دي تبقى برضو المعسكر الطويل اللي هو اليوم واحد ده يبقى برضو في نص الشكل هو ده اللي بيخليك جميل كامل آه ما بيخلكش تبعد عن الحكاية بخليك دايما إيه ده وأحادي أقول لك على حاجة مستوى النادي الآلي بيبعث الحكاية كلها أو بيدي رسائل كلها اللي بقيت الفرق في مصر كلها حيئة نعم لما نادي الآلي بتغير والنادي الآلي بيبقى عنده آه أنياب والنادي الآلي بيعمل منشات كويسة والنادي الآلي بيلعب جوه بره خارج مصر وبيعمل كل الفرق بتعمل حساب الحكاية دي وكل الفرق بدي تصورج عليه بشوف الفرق كلها اسلام بتحفز من نفسها الفرق كلها بتجود من نفسها بالتحفز الفرق برضو يا كابتن أسامة وكابتن شريف أنا بشوف أن يعني الفرق كلها دلوقتي بدأت تجيب بصفقات جيدة جدا أنا متخيل ومتوقع بيدي شي حكاية سهلة نعم بيدي شي حكاية سهلة الزبط فأنا متخيل أو متوقع أن كمان الدوري السنة الجاية حيبقى أسهل أكثر سخونة أكثر سخونة ولكن إن شاء الله البدايات اللي احنا شايفينها اللي احنا بقالنا برضو كابتن أسامة برضو بقالنا فترة ما شوفناهاش اللي هي بداية اللي احنا خش أخد معظم اللعيبة يعني مش كلهم لكن معظم اللعيبة خلت أجازة شهر وبعد كده هتاخد فترة إعداد شهر وبعد كده هتلعب ماتشاط وبالتالي الموضوع ده احنا ما شوفناهش من زمن جد صحيح وأعتقد ده حيؤثر إيجابا طبعا طبعا اللعيب زيه زي أي حد بيقوم بعمل بعد فترة جهد وتعب لابد أنك بتريح عشان تستعيد نشاطك وطاقتك من جديد كونك تواصل العمل بشكل يومي أو بشكل أسبوعي وشهري وسنوي متواصل بدون راحات أكيد بيجهدك مش بس يعني في مهنتنا في كل المهن لازم بتبقى محتاج راحة بالزبط طبعا بلك كمان إحنا بقى اللعيب الكراء بيقوم بمجهود بدني ومجهود زهني طبعا لنتائج المباريات والنتائج المباريات والمسئولية والضغط اللي عليه مظبوط طبعا مجهود بدني وزهني وعصبي كبير جدا فبيبقى محتاج لفترة راحة فما فيش شك إنه فترة الراحة ديت إن شاء الله هتنعكس على الفرقة بشكل كويس ومعظم الناس اللي هي أخدت راحات كويسة المهمة مقابلها الإعداد للفترة الجاية يبقى بشكل كويس وطبعا ده أعتقد مستر كولر خبرته كبيرة يعني مع جهاز معاون جيد فتبقى دي نقطة مهمة جدا لأنه دي اللي بتبني عليها بقية الموسم طول ما أنت بتعمل أعداد كويسة يعني على أيامنا ما كناش بنلمس الكورة دي قبل أسبوعين يعني ده اللي أنا بقوله ما كناش بنشوف الكورة دي لا الوضع مختلف تماما الوقت بيتتمرن من أول يوم صبح بدني بعد الدور جيم بالليل لا ما خلي بالك أيام زمان قوي يعني في السبعينات وبداية التمانينات خلي بالك اللعبة كان بتاخد أكتر من شهر كامل أجازة سلبية كمان ودي كانت طبعا مع تطور الكورة وتطور الأداء البدني والفني والزيني والعلم وكده أثبت أنه لا العيب الكورة مش مفروض أنه ياخد راحة سلبية بالشكل مفهوم السلبي التمام ده لابد أنه بيقوم بتدريبات لابد بيقوم حتى في فترة الراحة مش ضروري بيعمل حمامات سباحة ممكن يلعب طائرة ممكن يجري على البحر إذا كان بيصيف يخش الجيم يعني التينيس فبيرجع يقطو إلى حد كبير قريبة من الياقة هي الأخيرة اللي بيلعب بيها فعشان كده بيبدأ بالكورة على طول من الأول لكن احنا في بداية يعني في الفترة اللي هم بتوع السبعينات انا تفرجت عليهم طبعا وبداية التمانينات فترة الراحة كانت بتبقى طويلة أو سلبية فكان بتحتاج إعداد طويل قوي يعني كنت تاخد مثلا شهر أو شهر ونص أجازة كنت بيحتاج بعدها شهرين إعداد المدربين كانوا بيبدأوا أول أسبوعين بدون كورة وتدريبات جاري وتدريبات بدانية والغاية لما بتخش في الكورة لكن دلوقتي التدريب الحديث طبعا وضع مختلف خالص من أول يوم بتبتدي تشتغل بكورة ويمكن بعد أسبوع أو أقل من أسبوع بتبتدي تعمل ماتشات ودية يعني بعد أسبوع ممكن تعمل ماتش ودي طبعا بتوزيع توزيع على العيبة بطريقة معينة مثلا بمستوى فرق بيبقى ضعيف شوية لكن بتبدأ بعد أسبوع لأن الكورة تبتدي زي ما أنت شايف كده في الشاشة من أول فترة الإعداد لأنه النظام التدريب اختلف وتطور يعني لكن هي فترة مهمة جدا 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 عشان زي الأساس بتاع البيت أنا أتبسط أنا أتبسط أنه هو عمل كده أنه هو عمل اليوم الكامل ده كابتن كانه معسكر أنت بتراح تراح الساعة تمانا يتعمل مش قادر مش شايف قده ماك حتنام عشان كده اللعيب لازم يساعد المدرب أو المدير الفني يعني المدير الفني مهما هي بيعمل رقابة مهما بيعمل تدريبات مهما بيقول تعليمات في صالح اللاعب ولكن اللعيب المحترف أنه يبقى الآن على أكل عيشه لازم يبقى بينام كويس لازم يبقى مراعي نفسه في التدريبات في الأكل في الشرب عشان ده بيبني عليزي ما بقولك الموسم كله ما تخشش بقى في إصابات طول ما أنت بتعمل إعداد جيد إصابتك تقل مشاكلك تقل فنتمنى لهم التوفيق يعني الفترة الجاية إن شاء الله يعني إذن الله طيب كابتن شريف كيف هيكتاز سكولر التحديات الفنية التي تنتظر بعد توليه الإدارة الفنية أنا قلت لك بالتوفيق التوفيق ده ماشي ده لازم لو ما فيش توفيق ده بقى ربنا أسطر يعني كل واحد على حسب اللعيبة اللي حيشورها قدامه الشكل اللي هو بيفضله في الأداة ولكن أنا ليه أنا عايزه يتوفق والناس بفاهمة إن النهد الآلي ده فرقة هجومية مش فرقة دفاعية يعني شافي الناس كلها عادة تقولي أنا عايز باك رايت وعايز واحد جنب معلول واثنين وراء وطريقة لعبه دايما الهجوم الضغط أيوة يعني يا ريت وتوفير الأماكن دي بالنسباله إذا كان المركاتو الصيفي أو الشتوي وهو بعد ما ييجي وشوف اللعيبة وكما هيبقى عنده عنده رؤية وعنده رأي وعنده شكل تاني وعنده شخصية أهم حاجة في المدرب انت عارف شخصيته بتفرض على اللعب هو عايزه وتعامل اللعب مع شخصية هذا المدرب لما بينجح المدرب مع إنه يوصل لللاعب المفهوم اللي هو عايزه والإسلوب اللي يقدر يلعب به وهو إفهم اللعب نفسه ويطلع الكرة اللي عنده يعني أنا ساعات ببقى مدرب بيجي زي ما قال أسامة دون ريفي دون ريفي جي أضاف لنا كتير قوي كان شايفنا كان قال انت لازم هيا شوية حاجة بسيطة لا دا كلام ايه بعد ما تعدي يا شريف تبص كويس قوي وانت بتعمل عرضي مش على طول تروح عاملها وآه فيه اتنين تلاتة بيخشوا لأ حاول تركز وتشوف الناس اللي جاء من ناحية تاني كان بيدي إضافات بسيطة لللاعب بيحس إن المدرب بينامي اللي عنده بيزودله اللي عنده بيأخذني مثلا أنا أنا بعد التمرين واعمل اسبرينتات قسيرة ايه او اسبرينتات طويلة ايه لغاية نص ملعب دي بتفيد اللعب بعد ما حصل معيشة بيننا وبن بعض والدنيا حصلت وصفة عبده والناس دي كلها العيبة دي كلها اكتسبت كتير قوي فشخصية المدرب نفسه هي اللي بتضغي او بتضغي على أبقى حابب بقى إسلام وانا رايح انا رايح اشوف كولر النهاردة الراجل ده رايحني نفسيا وحصبيا كل اللي محتاجه ميسر كولر ان يحصل التوافق اللي بينه بين اللعيبة التفاهم اللي بينه بين اللعيبة والنجاح من اول المباراوت دي الرؤية بتاعته ومفيش مجاملات يعني يلعب لحسابه مش لحساب الفرقة بس لحسابه كمان يطمع ييجي على اي حد ده مش شايف ان ده مش يقدر يديله دلوقتي الاساسي اساسي بمجهوده في الملعب اساسي بجواله فاللي انا عايز اوصله ان فرقتنا فرقة هجومية اتمنى ان هو يكون صاحب زي ما انتا قلت صاحب الفكر الهجومي اللي هو اطرافك بتشتغل قويس قوي والناس اللي بتعمل الزيادة العددية جود 18 هم اللي بيخلصوا الحكاية هو ده انتا كنت محتاجه السنة اللي فاتت في ال 6-7 مطشاط اللي راحوا منك كنت بتعادل فيهم على طول من الارهاق والاصابات وعدم التوافر في المستوى الاول دايما في فرقة متشعرت تسبب تيم يا ريت ميسر كولر مع الفرقة دي سبب تيم انت لو سببت تيم والناس اللي قاعدة معاك على مستوى عالي برضو زي ما احنا تعودنا بينزل 40 ديئة او 30 ديئة بيغيروا حاجات كتير بيغيروا كل الدنيا بتشوف وعايزين يعني يبقى الراجل دا متوفق في اول هفتايم دايما ان بيحط بصمة النادي القالي وتشيرت النادي القالي من اول المباراة لو نجح اسلام في اول مبارتين ثلاثة حتى بدي سامة الفرقة خلاص شخصية الفرقة مظبوط كابتن وسامة برضو اه بتوضي لا بس لما تقول السؤال انا طيب اي انا هكلم برضو في اطار السفقات يعني يقول شادي او الصفقتين اللي تم الاعلان حتى الان الصفقتين الشادي تمام يعني احنا عارفين وهو عارف اللاجواء المصرية وبيلعب كان بلعب سلاميكا كلوباترا وكذا وكذا فتمام لكن بتكلم عن برونو سافيو واحد من اللاعبين اللي جايين من منطقة غير منطقتنا وعيشة غير عيشتنا ولكن كرة شبيهة وجمهور شبيه فيش ده جمهور الاهلي ولكن يعني انا بتكلم على طريقة الاداء هل من الممكن هو يستوعب اللي بيحصل بسرعة ويخش مع الفرقة بسرعة ولا حياخد وقته بس سريعا اه فقط يلمى لك وانت لعبته وفاق وعارفت القصة دي وكابتن شريف وانا والنادي الاهلي طوال تاريخه اللعب الهجومي اساس عنده يعني انك انت بتهاجم سواء بكنت بتلعب اي طريقة بتلعب 3-4-3 4-2-3 واحد 4-3-3 شو مهم اسم الطريقة او شكل النادي الاهلي على طول لو جبت شراية اللعبة القديمة او المتشوط القديمة هتلاقيهم تمليهم في شكل ضاغط على الفرق اللي قدام زي الفرق الكبير يعني ما تقول بايروميون تملي مع اي فرقة هو اللي بيضغط هو اللي بيضغط برشلونة هتلاقيه كده مانشستر سيتي هتلاقيه كده الا في بعض ظروف المباريات اللي بتحتاج شكل معين من التكتيك مثلا بتلعب مع فرقة خارج ملعبك مثلا التراجي سانداونز فانت مثلا بتأمن شوية في النواحي الدفاعية بتلعب على هجمة مرتدة يعني اقصد او حتى في مصر فبعد المباراة القليلة لكن الصفة العامة للنادي الاهلي وشخصيته انه بيلعب كرة جميلة لانه بيدور تملي على الماكس يعني تملي اول اللي بيبادر فان شاء الله يعني مستر كولر يقدر يشتغل على الجزئية دي لان احنا يمكن فترة سوريش الفترة الاخيرة كان مهتم قوي ان ينظم الدفاع صحيح كان فيه صغرات في الدفاع ويجي على ناجوان كتير ولكن كنا في موقف دفاع تملي يعني احنا على طول في كل مستنين ودي كتنين فطبعا دي مش اسلوبنا اصلا مش اسلوب النادي كنادي لكن كل مدربة يملي شخصيته في شكل معين بطريقة اللعبة بالنسبة للصفقات طبعا نتمنى التوفيق لشادي وبالنسبة برونو سيلو سابيو اولا انا اممكن شفت لقطات لي واضح انه هو مهاري واضح انه هو عنده فكر زي اللعبة البرازيلين نتمنى انه هو هنا يتأقلم سريعا دلوقتي الاحتراف في العالم كله سهل جدا تجيب لعب ده يمكن هو جاي على فترة اعداد كمان يعني هياخد مثلا شهر او ثلاث اسابيع مع الفرقة تدريبات وماتشات ودية ويتعرف على اللعبة فعنده وقت لكن انت احيانا كمان في الكرة الحديثة بتجيب واحد في اثناء الموسم وبتجيبه من الطيارة كده وتلاقي بتدخله يلعب على طول غير زمان يعني في السوشيال ميديا في بيشوفوا ماتشات الدوريات الكلها بيشوفوا المدارس العربية والاوروبية وهو طبعا جاي من مدرسة امريكا الجنوبية طبعا مدرسة يعني من اهم اه طبعا لانه بيعتمدوا زي كرة العربية احنا عندنا جزئية المهارة والترئيصة واللعبة اللي شكلها حلو يعني مش مش كلاسيكي زي اللعبة الاوروبيين او معظم اللعبة الاوروبيين يعني الامريكا الجنوبية احنا كرتنا العربية ومنها مصر طبعا قريبة شوية بنحب اللعم اللي هو في الشكل الجمال فممكن بسرعة يتعقل ممكن بسرعة وكمان اسلام هو جاي بقولك على فترة اعداد يعني مش داكل كمان في نص الموس صح فمفروض انه راجل اولا مش صغير يعني مش صغير يعني مش عنده تسعة عشر سنة عشرين سنة فانت هتقول ايه دا ما عندهش خبرات مفروض الراجل دا عنده تمانية وعشرين سنة يعني في عز يعني السن دا تقريبا هو عز مجد كل واحد اللي هو من ستة وعشرين لتلاتين دي فترة بتقاله غير طبيعية يعني لانك مكتسب خبرات من صغير قوي ومش كبير مش متقدر مثلا ما تجريش ولا بتاع فهو جاي في سن ناضج ومفروض انه لعفه اكتر من نادي وعنده خبرات انه يتأقلم سريعا فدي نتمناها لانه بقى ما احنا بقلنا فترة يعني اتضربنا في كم واحد محترف يعني يعني طبعا علي معلول عمل معنا جهد غير طبيعي اجهية عمل معنا جهد غير طبيعي ديانج عمل معنا جهد غير طبيعي وقابليهم كالناس منهم حتى ازاروا يعني انا شايف انه فدنا كتير جدا يمكن كنا بندور على حد احسن لكن يعني نتمنى ان برينوسافيو يخش بسرعة داخل الفريق ويبقى مؤثر بمعنى بقى كلمة المؤثر لانك انت التلاتة الاجانب اللي هتضفهم او الاتنين اللي هتضفهم مع علي معلول وديانج واذا كان بيرستاو هيقعد هيبقوا مؤثرين جدا لانه بمثلوا نصف الفرقة انتنا بتتكلم على خمس محترفين يعني تقريبا خمسين في الماء من الفرقة فنتمنى له التوفيق ويتأقلم سريعا وكل الظروف مهيئة ان شاء الله انه يعمل الموسم كويس طيب فاصل وبعد هذا الفاصل هنكمل مع حضراتكم مرة اخرى اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين برضو يا كابتن شريد بما اننا بنتكلم فنيا اكتر من اي شيء اخر تتوقع اداء الاهلي هيبقى ازاي في هذا الموسم انا هنقولك على حالة كلها بنتكلم دلوقتي اللاعب او اللي هو اللاعب اللي جاي او اللاعب اللي موجود قبل كده لازم يبقى في حالة متغيرة عن الشكل اللي كنا فيه الموسم اللي فات فانا ما افتكرش ان اللاعب اللي جاي دي جاي تشيل فرقة لا اللاعب هدي جاي تنغمس بطبيعتها جوه فرقة قريدي بتعرف توصل للجول يعني احنا ما بنروحش للجول احنا بنروح للجول او ظل الفترة اللي فات كمان ايه المشكلة كيروش هز افشا ومحمد شريف وبقى محمد شريف بيحاول يدور اسلوبه تغير في اللاعب يلعب من الطرف ولا يلعب من العمق ولا تشغيله مع موسماني جيز ازاي فعنينا من المنطقة دي والتجهيد برضو في موسماني صحب اه عنينا في المنطقة الاحراز الهدف نعم لدرجة ان احنا بنطالب بالتصويبات من بره وبنطالب بحلول اخرى بنطالب يبقى موجود كجناح على طول جوة 18 بندى من كل واحد بقى عندنا شرطش في عطة فعايزين كل واحد يعمل الزيادة نعم انت بتبقى فرقة ما شاء الله عاملة فترة اعداد كويسة جدا معهم درب جديد شخصية جديدة بتتعامله كل المتغيرات اللي فاتت كلها اتغيرت خلاص فعلى ساكن انت بيقدموا حاجة مش جديدة بس لأ حاجة زيادة زيادة ومشتقن لها زي مال اسامة يعني انا جاي عندي حالة مش اشتياة بس نفس العب مش حالة ان انا مش عايز العب بقى لا انا وحشان الحكاية فكل الامكانيات اللي موجودة تقدر تسعب بعد فبالقليل جدا شادي محمد شادي حسين سوري وبرونو سافيو لو توفقوا زي ما احنا كنا بنتكلم كده في الانتراكت ده كورتين تلاتة كل واحد في المطش انت محتاج واحدة ولا اتنين تترجم بس المجهود العشر لعيب وبعد كده خلاص هو الواحده هتلاقيه بيطمع اكتر التوفيق اللي جاء اللي حصله خلاص هي البداية دايما نعود شريف وابشا وطهر وحسين فلافيو بقى مكنة بعد سنة شغال خلاص خد السقة عرف ازاق انه وبتاع الحتة او عرف الطريقة دي الناس دي بتلعب ازاي وانا اقدر انجح ازاي وعرف زملاته بيشتغلوا ازاي هالي معنود ده بيشتغل ازاي محمد داني بيشتغل ازاي الدنيا ماشى ازاي والميكانيزم بماشى ازاي ومين اللي بيجي يتعامل معه مين اللي بيعرف يلعب معاه حتى هتلاقيه كل واحد بيعرف احنا بنلعب لو بيعرفين مين المهاري قوي مين اللي جاي انا عارف هو جاي وعيشوت على طول مش هلعب معايا وانتو فهيندمجوا كلهم مع بعض فأعتاجي الحكاية سهلة سهلة جدا بس الجماهير هي المحتاجة تشوف اثبتات سريعة نتائج نتائج سريعة من اول ما تش حبي يعني عايزين وبعدين بيدعمه بس لازم نستنى شوية الجماهير بتدعم بشكل يعني اي حاج جاي نادل قالي هتلاقيه في حتة تانية خالص نعم إلعن طيب يثبت ان هو هيتشال فوق برضو كابتن اسامة هتكلم حاجك على نقطة النقطة الاولانية ان انا هعتبر ان عودة اكرم توفيق هي صفقة جديدة يعني احنا كده عمدنا مع اللاعبين اللي راجعين كمان من الراحة لكن اكرم عشان بقاله فترة طويلة جدا فهنعتبره مع شادي ومع برونو فهل ده صحيح ولا لا ده اولا سانيا كان هناك اتجاه او الجمهور خليناك كامعة الجمهور الجمهور النادي القالي كان شايف ان لا احنا عايزين نحرس مرمى مع الشناوي اخر لكن بعد تقلق الحقيقة علي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء حتى حرس منتخبنا الاولمبي اعتقد الامور تغيرت اولا عودة اكرم دي ان شاء الله يعني ربنا يتم شفاءه يبقى تمام يعني ورجع ان شاء الله يرجع بقوة من اهم من اهم الاشياء اللي هتحصل للنادي الاهلي في الموسم الجديد لانه اكرم توفيق من نوعية اللعيبة اللي بتضيف لك لاعب زيادة داخل الفريق صح ودي النادي الاهلي بيحتاجها او طبيعة لعب النادي الاهلي طوال عمره ان عنده اللعب بالروح العالية جدا وكمية الجاري الكبيرة والكفاح لاخر ثانية كل دي حاجات عند اكرم توفيق بتدي اضافة للفرقة في اوقات بتحس ان الفرقة مريحة فيها هو بتقطو وكميات الجاري اللي عنده الكبيرة والتحاماته وكده بيقدر ينشط لعب النادي الاهلي اللي حواليها حتى فهو ما فيش شك ان شاء الله يعني عودته يمكن اقوى كمان من السفقات يعني انا بعتبرها انت بتقول صفقة كمان اكبر من صفقة يعني عودة اكرم دي شيء مهم جدا للنادي يعني بالنسبة لحرصة المرمى لما غاب الشناوي لعب علي لطفي ثم مصطفى شبير الاتنين ظهروا بشكل كويس الاتنين قدوا يعني رغم الظروف اللي لعبوا فيها كانت صعبة انه بتلعب بدون الفرقة كلها ومش مكتمل وبتلعب بعدد نشيد ظهروا بشكل كويس ولكن هي احتياجات كل فرقة انا يعني اكيد الجهاز الفني بقى هم عارفين او لجنة الكورة او كده هم شافوا ان هم يكملوا كده لكن زي حرصة المرمى زي اي مركز تاني كان ممكن حد تاني يفكر انه اجيب جون مستوى يكون بيلعب بشكل دوري يعني في الدوري مستوى عالي جدا انه عنده خبرات كبيرة ينافس الشناوي واحد من علي لطفي او مصطفى شبير ايهما يعني ممكن يعار يعني لكن في النهاية ده قرار لجنة الكورة والطبعا مستوى الكورة اللي لسه جاي يعني الجهاز القديم وكده فانه تعتمد عليهم هم التلاتة تمام وكل حاجة لكن زي ما قلت لك هي بتبقى وجهات نظر من فترة لفترة او من مدير فني لمدير فني او من اجازة لاجازة لكن ما فيش شك ان الاتنين لما لعبوا ظهروا مستوى جيد يعني علي لطفي ومصطفى شبير اخيرا برضو كابتن شريف لو انت عايزك تتكلم مع الجمهور دلوقتي مع الجمهور النادي الاهلي لو حاجة هتقولها له في ظل هذه الريفنج اللي انت عايزه بتاع الدورة ده انت عندك اتنين واربعين دورة وعندك بطولات افريقيا اكتر لبنادي انت الاقرب نادي لأوروبا انتقام الرياضي طبعا لا انت مش فيش حاجة فيتاك انت لحظت لك ظروف معرفش اشتوفق في سنتين واربعا انك انت تنهي البطولة هي دايما انتو معودنا كده وزيما انتو متعودين وثقاتكو في اللعيبة وحبوكو انت بتحب تيشيرت مش بتحب اي حاجة تانية انت بتحب تيشيرت واللي بيلبس تيشيرت يقدي ويطمنك ان الناس كلها عامل حسابك السنة دي كمان كويس واعتقد ان الولايات كلهم علعبوا لحسابك انت والمؤسسة بس اصلا هم رايحين للجمهور السنة دي اول فانتو فوق في القمة كلكو معنا دي كله دايما فوق الجميع ف احنا عارفين واخنا خسرانين كنتوا في المدرجات وبتسقفوا الاخر يوم وكسبنا اربعة اخر اخر ماتش بوجودكم وبروحكم العالية اللي بتدوها فاللعيبة محتاجة روحكم جدا اللعيبة محتاجة روح اللعيبة تكون قرارات لجنة او رابطة الاندية المحترفة زيادة زيادة عدد الجمهور يعني اللي انا سمع ان هي العشرة لكن انا تمنى ان هي توصل لعشرين وخمسة وعشرين هم اللي بيحطوا نفسهم وموجودين وكده ف بروحكم وبتأييدكم وحبوكم الاتشيرت انتم الاساس يعني دائما يقولوا هو اللعب الاول فعلا انتم اللعيب الاول كابتن اسام ما فيش شك طبعا الجمهور هو الدافع والمحرك الاول لفرقة النادي الاهلي وبنبقى كنا وإحنا بنلعب أو إحنا مدربين سعداء جدا في وجود الجماهير وهم بيسندوا النادي الاهلي في الظروف الصعبة قبل الظروف الحلوة يعني وشوفنا الفترة الاخيرة من الدور العام وحضورهم في المتشاط اتمنى انه هذا الدعم يستمر وهو مستمر وإحنا عارفين كده ومتأكدين منه وزي ما انت قلت اسلام انا نفسي طبعا انه الجماهير ترجع تعود للمدرجات تاني لان كرة القدم بدون جماهير بتحس انك بتلعب بحاجة بدون روح يعني أو بدون ما فيش قلب نابط كده يعني تحس بالجماهير في الملعب والعالم كله يعني بيلعب بجماهير ولكن برضو كلمة في 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 اذن الجماهير دي انك لما تروح الملعب انت رايح عشان تشجع كرة قدم انت 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 ملكش دعوة بأي شيء تاني غير كرة القدم ما تدخلش نفسك في رايح تنبسيط اه رايح تنبسيط رايح تشجع فريقك تشجع فريقك المناوشات اللطيفة اللي كنت مسمحها ايامنا وايامكو ليه لطيفة عدية احنا نفسينا بنشتعل القعدة ديوم نروح نتفرج على الموظرات زيك وزيهم اه ماشي يعني ان المناوشات البسيطة حتى احنا يعني بننا وبن بعد اه في في مقعد المتفرجين احنا دلوقتي مع اصحابنا بنقعد نوزر سواء زمالكوية بس معالاوية بتاع بن نقعد نكلم بقى لكن مش اكتر من كده يعني عايز تمارس اي حاجة تاني غير كرة القدم اعملها برا برا محيط كرة القدم بالزبط حتى الجماهير اللي هي بقى رايحة عشان تتفرج لو لقيت حد بيشاغب حد بيعمل مشكلة حد بي تقول عليه اه هي اللي تساعد الشرطة او تساعد الامن ان هي تشاور عليه لانك ده ملعب كرة قدم والناس رايحة تتبسط وتتفرج يعني فنتمنى عودة الجماهير بكامل طاقتها دي هتبقى دايما جمهور ندل الاهلي بيدي مثل في هذه الامور كابتن اسامة في مثل هذه الامور دور على جمهور ندل الاهلي ومؤخرا كان موضوع مباراة الاهلي والاسماعيلي وما حدث قبل مباراة الاهلي والاسماعيلي في الطريقة لكن حتى في الاستاد كان هناك المناوشات اللطيفة العادية لكن في نفس الوقت كان هناك منتهى الاحترام من ناحية جمهور نادي الاهلي وبالتالي هو المثل الأعلى دائما هو جمهور نادي الاهلي انا بشكرك جدا كابتن شريف على وجودك معنا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا كابتن مسامة على وجودك معنا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل بعد هذا الفاصل نقضنا رياضي الكبير وأستاذنا الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ عبد الحكيم أبو عالم في ضيافة البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى خليني أرحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير الأستاذ عصام شلتوت. إذا كأستاذ عصام أعلم بك كابتن مسامة. أنا واخد أستاذ عصام معي على طول. كل مشاهدي قناة الأهل. كله تمام الحمد لله. كله كويس. أستاذ عبد الحكيم إزاك أستاذ عصام حكيم. كله تمام. أنا جديد عليكم المراد. لا عكس يا رب حضرتك. لا أنت جديد معنا في التو. لكن في الفور لا. موجود. أستاذ عصام خليني أبدأ مع حضرتك وأتعاقد وأتعاقد مع مارسيل كولر. من وجهة نظرك كيف تناول أو كيف رأيت التناول الإعلامي لهذا التعاقد. الحقيقة تمنينا مع حضرتك هنا أنه النادي الأهلي كعادة التحديث الدائم في الأهلي المعاصر من منتصف سبعينات القرن الماضي. الأهلي قاطرت كل ما هو جديد. كوتي بقى وفايسا وانت جاي بقى حتى الكابتن جاري في 82 بأفكار جديدة على مدارب محلي رحمة الله عليه. ما تنساش أنه الأهلي المعاصر يعني الكابتن صالح رحمة الله كابتن حسن ربيها ديله الصحة والخطيب. المسألة فيها متولية. وبالتالي كان النشان ويمكن ده اللي خلانا احنا قبل الجمهور نقول الصبر زاد. لكن كنا كل مرة بنقول لا وراء الصبر والسرية ما يمكن أن يسمى بأن هناك جديد. لأنه في النادي الأهلي وأنا قلتها يوم يعني مؤتمر مستر كولر الأهلي اللي لما يخرج علشان يقول لدينا ما يستحق التصويب أو ما نريد أن نصوبه. ده ما يحصلش في النادي الأهلي. لا مبررات. وبالتالي اختار النادي الأهلي المدرب الأوروبي القادم من مدرسة الحداثة تحديدا. يعني إيه؟ يعني شايل إيده من آخر شغل بأعلى معدلات في كرة القدم الحديثة. من حيث البحث عن كواليتي اللعبين. الاستافل اللي معاه. أيضاً اهتمامه بأدق أدق التفاصيل على كابتن إسلام. أي. مدرب يكون موجود في معادلة أوروبية حتى لو مش من الطاب تن اسمها النمسا. هي جينات أوروبية في النهاية. تصل معه لأمم أوروبا بالتصفيات بطلاً للمجموعة. تصعد من سبعين لعشرة في الرنك العالمي. لا. الناس دي ما بتهرقش. وما فيش حد أوصى بي عن رئيسة عادة تونسي. والنبعات الراجل ده كان معاه في المدرسة والكلام ده. وبالتالي لا. يعني اختيار صادف أحلام الأهلوية. وأنا بقول لهم بإذن الله طبعاً هتلاقوا شغل تاني خالص بالمناسبة اللي حاصل معاه في اليوم الكامل ده. مش هينتهي مع فترة الأعداد. صحيح على مدار الأيام العادية في كرة القدم إن شاء الله مش هيكون بنفس حكاية ستة ونص وستة بالليل تاني وكذا. لكن هيبقى اليوم الكامل. هيبقى لاعب كرة القدم موجود تحت أمر النادي على مدار اليوم. يوم عمل زيه زي أي عامل آخر موظف آخر. وهو قبل الكل. هتلاقيه في مكتبه دائماً من السابعة صباحاً عنده الغداء الساعة واحدة. زي كل المدربين أو الكوتشات لما كنا بنغادر يعني المحروسة العظيمة. تحديداً صاوبوا أوروبا ونشوف شغلهم. إذن خل الكلام داخل جدران غرف كرة القدم المغلقة والمفتوحة كفريق. إنه لا حاجة أبداً لله ثوراء صفقات. لا حاجة أبداً لي من أننا أشوف لعبة جدد لدي فريق متكامل بحسب تصريحاته. علي أن أبحث أفضل طرق إعداده. وعشان كده يمكن أوقف الله ثوراء صفقة أخيرة أفريقية علشان يجيب الصفقة الأفضل التي يحتاجها. المعادلة بتقول هذا الرجل بإذن الله. أولاً المؤسسة تضمن كل عوامل النجاح بإذن الله. والأهم عمله يساوي أن الرجل ده أنا بقول لحضرتك هيكون نمرة واحد في الكرة الأفريقية مش المصرية بس. السوزة عسام برضو رأي حضرتك في تناول الإعلام للتعاقد مع مرسيل كولر. دعنا نتفع капитан إسلام أن النادي الأهلي هو الترند يعني هو الهدف أي حد يتعامل عن النادي الأهلي هو أخبار الأهلي وهذا هو الترند والهدف بالنسبة للجماια في جزئين يعني شقين في التعامل الإعلامي بعد الإعلان عن النادي الأهلي والمؤتمر الصحفي بتاع مع مرسيل كولر تعديم كمدير فاني الشقة الإعلامي الذاكي لا قدم الشركة كويس وديوا فرصة نشتغل وبتاعم. الإعلامي اللي هو مش زكي. مش زكي أو حاطط عين وعلى يقول لك ده بقاله سنتين مش شغال يعني. لا بس احنا رضينا هنا على طول. لا انا باتكلم على التناول الإعلامي. ده اللي هو مزكي. ده كان قليلين جدا. إزا كي بقى بيتعامل بقى لسه شوية يعني. أنا واثق ان شاء الله كل العوامل من توفرة لي بنجاحه. لكن أنا واثق أكتر إن في ناس كتيرة جدا هتستهدف الرجل ده. هتستهدف. أكيد. يعني بص بيبني من طريقة الكلامة كابتنستان. أحد يقول لك سنتين. أصلي مش عارب مين. أصلي مكان قدامك. فيه طبعا لما حد بتبين لك كده. بتبين لك. يعني حتى لو سوارش الناس كلها انتقد بس أنا بقول لك. سوارش كان مدرب كويس. مؤكد. تمام. وناس كتيرة كانوا بتترصدلوا الأخضاء. يعني لو انت تبصر الظروف اللي اشتغل فيها. لكن نفس الموضوع كلها. أنا متفائل جدا. الرجل يعني قال لحاجة ممكن تلمح عينك كده. جاء من المطار بدلا ما ييجعل هوتيل. في نفس اليوم الوصول. نزل على النادي على الملعب. شاف الجيم. شاف الملعب. عمل ملاحظات طلب. حاجات معينة تكون موجودة في التمرين تاني يوم. الحاجات دي توفرت تاني يوم. نزل يشتغل على طول. يعني الطبيعي ان يستنى لما يعمل جلسة. لكن هو رجل يشتغل. الحاجات دي تطمنك على المدرب. تطمنك الرجل ده جاي يشتغل وجاي يعمل حاجة. أنا الحقيقة برضو بمناسبة للتناول الإعلامي. أنا دلاتي أنا بحب انتوا عارفين. أنا دايما بحب أشوف السوشال ميديا دايما وبص إيه اللي بيحصل. أنا قلت كلمتين. قلت أنا فعلا حاولت أن أنا أتكلم مع الراجل علشان أجيبه يكون ضيف لأمام جمهور النادي الأهلي هنا في قناة. عارفين كتبت ازاي؟ أنا قلت ايه؟ قلت جماعة. رجل مش عايز يطلع دلوقتي. كنت لسه أولى حضرتك مؤكد إنه هيعتزك. لا هو التناول بتاحك. لكن التناول بتاحك كتب ازاي؟ ان الرجل يرفض الظهور في قناة. هذه ليست حقيقة. رجل علي يعني انت رأيك صح انت كلامك ما هي في الماء ده ولد. سانيا قالي لما نعمل حاجة. ده الترند اللي قاله. فالموضوع اتاخد كده. رفض غير. هي فقلت كتبت كده. انت شفتها؟ اه ده حقيقة. ما الاول ما حايت بدولك شفتها. انت شفت انت سمعت. اه. انت سمعت الكلام لحضرتك. ما للأسف دي بالزبط يا كابتن زي. الاهلي دايما حتر في الشغلانة يعني. مش كده حكيم. تصنع الاحداث مع الاهلي. تمام. ده دليل ان انت محدش. ده اللي عارف يعني. ما عليش ما حدش يزعل مني. انه اساسا ان الكوتشات الكبار وانت اتمرنت مع ناس منهم من خمس لست مواسم. غالبا الكبار. بيبقى عايز من موسم لموسمين راحة. راحة. هو يعني يعمل. يشوف اسرته قبا او قبا وجد وهكذا. ويمكن هو اشار لها. لما قال كنت بابني بيتي. يعني. ما انه انجو جيرا سنتين بالمواصل. ده اللي حصل. والدليل انه حتى اللي قال انه منتخب بولندا جاهله. ما قالش انه. بولندا واليونان. انه هو شكرهم. ده قالك اصله المفاوضات. ما حصلش. يشكرهم لانه لديه الكثير. شكرهم قبل المفاوضات قبل حاجة. خالص. عرضي مع مديره وقال له لا انا في الفترة السكون. الحاجة الاهم من كده. الاهلي ذهب الى هذا المركز العظيم اللي موجود في مصر للقياسات اللي الراجل. قال لابد منها. فاصبح هناك حوار اعلامي حوالين مركز وحوالين الاستعدادات. بينما علمنا ان الزمالك على مدار موسمين. ودي برضو حق. وويس انه الزمالك كان عامل كده بتقيمه الفن. يعني. مكنش عادي بيجيب سير. لا محدش قال ان الذين ذهبوا. الاهلي راح. بقى فيه شغل. هو التقييم بتاعها ان انت بتخطب مين. وانت لما تيجي تتكلم على الارض الواقع. ده باعزنك يا سيد عصام يعني. محمد المغربي. وهو كان معنا ضيف مبارح. محمد مغربي يا كابتن خط فترة او. يعني ست شهور. ست شهور. فترة جادة. فتشيك. فطبيعي. انه بقى رقم واحد. لا ما اصودش. انا اصد انه انا انا بتتكلم على حتى اللي طلع. عن وجود مركز. حتى اللي طلع. محمد كهربا يقول لك الاسو اوكي. لا اه هو هو الاستاذ عصده ايه. عصد الاهلي. يعني محدش كان يعرف حاجة عصد مركز كذا ومركز بتاعه. دلوقتي ناس بدأ تتكلم ازازا على اسم المركز. يعني. اسم المركز. وده عصد اللي صح. طبعا والآلات الموجودة. لكن اللي بيحب بقى استهدفه وحكيم ما شاء الله رصده صح. قالك ايه. اصلي فيه لعبة ثلاث مش قادرة. اصلي فيه. طبيعي. بغض بالنظر. انا بقول له ان دول موجودين. فطبيعي لما تحط له قياسات بدنية. بس اقل واحد. طبعا ده طبيعي جدا. محمد مغربي. لما تيجي تحط محمد مغربي لعب شاب. بس كان بيلعب فين. في تشيك. انا مبرح كان هو معنا ضيف هنا في قناة الاهلي. قال لك انا اكون من اتمرن خمس دي ست ساعت يوميا. فطبيعي جاي مش مريح. جاي على طول. الهياء الراجل محترم دكتور سلاح لما اتكلم عن المركز. قال على مغربي السبب. انه هم اناك بيتعرضوا للقياس ده دي. يعني على مدار ايام. يعني كل شهرين اعتقد يعني. لا انا 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 دايما بحب اتناول مع حضراتكو ليه التناول الاعلامي خصوصا في اخبار الاهلي. زي ما قلت الحضراتك انا وانا قلت خبر ايه. طبعا انا لما قلت الكلام ده قلته ايه. رافض. مش رافض الرجل. لكن النادي الاهلي. نروح تعادل. لما اتكلمت مع الراجل. قال لي. طب انت لو انا ما قلت له عندك حق. انا لو قلت له عندك حق. اقتنعت. اقتنعت بكلامه مليون في المية. بسبب بسيط جدا. اه. فتشوف التناول خدنا لفين. ان الرجل رافض. ان هو يظهر. لا طبعا. هذا الكلام غير حقيقي. وهذا الكلام عاري تماما من الصحة. الرجل قال لي. في الوقت المناسب. نقعد ونتكلم. والوقت المناسب دا امتا في خلال اسبوع. اسبوعين بالكتير يعني. هذا اللي اقول لك يا كابتل. تحس اني بتبان قوي. وانت بتبص في العين فيه ترصب. يعني مستنين. اه. يعني هم مش مستنين كابتل اسنان في دي على فكرة. طب الهم عايزين يمسيك. لا لا لا. يعني بقالهم فترة مستنين. حضرتك كنت البداية بس. دا شوف المؤتمر. انت المؤتمر تنظيم على أعلى مستوى. وقناة الاهلي. والدنيا وبتاعمل. مسكولة. عاصل متركة. اللي هو بتدور. بص. بتدور علي حاجة. فانت حضرتك كنت رقم اثنين بقى بعدي. انا بتقول ان الراجل. انا اتكلمت في المؤتمر. طب استناني شوية يشتغل. وبعدين نقضي عشر ايام. وانا اتكلمت ساعة. وانا اتكلمت ساعة. ولكن انا عشان مقتنع باللي هو بيقوله. فتمام. ما خدتش وديت كتير. خدش وديت كتير اساسا. انا مقتنع. انا شخصيا ما كنتش عايزه يطلع على الاتنين. اللي هو الاتنين او ثلاثة اللي فاته. لانه خلاص. يؤمن للحد كان في المركز الاعلامي. وقال كل حاجة فيما يخصه. وفيما يخص صحياته الشخصية. وفيما يخص صحياته البنانية. انت بس هي اتطلت عليك انك عايز تجيبه الجمهور الاهلي. اهو الراجل قالك بمنطق. فانا بني وبينك انا كنت مستني اقول لي كده. انا كنت مستني اقول لي كده. يعني انا كنت منتظر يقول لي ايه. طب ما تصبرش يا كنت هقول له اوكي. يعني عارف اللي هو بيتلكك يعني. يا صاحباتك ما انت هتجيبه. ده حتى في المؤتمر. الزملاء الصحفيين اكتب من تلاتين سؤال. زبط كده. تمام. تلاتين سؤال يعني مش اقل من كده. بعدين الناس تزعل تقول لك ايه. اصلا انت بتسأله. هو بيحب يأكل ايه. طب يا جماعة. ما انتم سألتم كل الاسئلة. ما لاحزتش يا حكيم. انه هو ما قالش سنعمل على مدار الساعة. واننا واننا. الرجل اتكلم في تفاصيل ما جاء ايه. عجبني. عجبني رده كمان. عندما سؤال يا سيزة عصامنا اسف. لا تفضل. احنا عزين نكملها. على الضغط اتقال ايه. انا جماعة انا نتحمل. يعني اللي احنا بنقولها في مصر ايه. يا عم اسلام انا شعر شاب في الشغلات. يعني ما تقلقش علي. هو مش بيصدر برضو فكرة. بس على فكرة. انا شايف ان دي المشكلة اللي الاهلي لازم يشتغل عليها. يعني يعني. ليا. الضغط المبارات. انا شايف ان دي المشكلة الحقيقة فعلا. لا 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 لا. ضغط المبارات. لا 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 لا. منسعلش مني برضو. نسمع لك كابتن اسلام. لازم نحاول. بس فكرني اقولك. مع الكاتجري ده. مع الكاتجري ده من المدراء الفنيين. لو هيلعب كل يوم. وانا كنت بقول له الكابتن اسلام كنت استشهد به. اقول لهم يا جماعة كتاب الكرة دلوقتي. بقى فيه عايز تلعب كل يوم. اعمل كزا. عايز تلعب كل اسبوع. اعمل كزا. صحيح. بشرط ان يبقى عنده اللي الراجل بيحضر له. تلاتين لعب على الاقل. جامدين نشفين عطاولة. يقدر يعمل بيهم الروتيشن. هو السيد عسام اتكلم في نقطة كويسة جدا. الحاكتين بس اريد اتكلم فيهم سريعا جدا. هل هو رسمي. اه. هو رسمي عمر اللي انت بتقوله ولا؟. خلال دقائق هيتطلع رسمي. نعم. مصطفى ميسي. لا لسه مش كده. لكن هيتطلع رسمي من الكاف. في خلال الدقائق القادمة. سوف يتم مد القيد الافريقي اليوم 23 سبتمبر. قويس جدا. ده رائع. ده رائع. ده فير من الكافر. يعني اسبوع كمان. تقريبا زيادة. او تمانتيان. لما يبقى رسمي يا جماعة. بس بعد اذنكوا قلولي. ده حد يعني من زمايالنا عمر. من زمايالنا قال لي. بيقول لي نجال لأخبار كذا كذا كذا. من مصادره يعني. فهو ممكن كمان شوية يحصل مثل هذا الامر. لما يبقى رسمي. هنقول حضراتكم. لكن. المفروض بكرة اخر يوم. في القيد المفروض. لكن هو حتى الآن غير رسمي. حتى هذه اللحظة. موضوع غير رسمي. حتى الآن. المجموعة اللي هتلعب دور تمهيدة تاني. خلص القيد بتاعهم. بالنسبة لأهل اللي بيلعب دور تمهيدة تاني. آخر يوم لي بقرة. أوكي. يعني آهل وبراملز. منتصف الليل. اه. يعني بكرة الأهل وبراملز اللي هم. آخر يوم ليهم في القيد بكرة. يعني. والثمان هذه اللي في دول الأبطال مش الأهل. بس اللي هم قعفوا من الدور التمهيدة. من الدور نتكلم على نقطة. اللي أنا أنا كنت عايزة وضعها يا كابتان. لسا كنت لسا كنت لسا بقولها. آآ. بس. أنا باتكلم مش ضغط المباريات بالنسبة لأنا والمدارب يكون مستعد ليه. آآ. أنا باتكلم في أن يكون في عدالة في ضغط المباريات. بمعنى. إن أنا كنت السنة اللي عدت بلعب كل ثلاثة أيام. والمنافس المباشر بتاعها والمنافسين المباشرين. آآ. ماهو دي. علي بالك عنده رد. ماهو. نحن مجهدين وكل حاجة. ولكن في الآخر هو قال لك إيه. ماهو مش أنت وصلت نهائي. بس أنا برضو مرتبط. هخلص الدوري بعد تلاتين تمانية يوم كام. كانت موجهة النظر كده. فخلينا نتكلم في اللي جاي. إن ده ما يحصلش. مدى اللي نقصده إنه بعد كده. ولكن. هنتكلم. لا. خلينا نتكلم في حاجة أهم. الفار. التحكيم. آآ. بس قبل دي. التحيز الواضح. ولا بلاش التحيز الواضح. ولا بلاش التحيز. وانحيز كمان. آآ. ولكن خلينا أقول. الانحيز ضد الأهلي. التحيز والانحيز ضد الأهلي. مش هتكلم على اي نضيع أخرى. شو بحدش. لكن أنا بتكلم على التحيز والانحيز ضد نضي الأهلي. فيه أمور كثيرة جدا. يعني أنا لما كنت بتكلم عن الفار. وحضراتكم كنتوا دايما معايا. لما كنا بنتكلم عن الفار. في بعض المباراة. يعني الفار في مباراة الزمالك والهلال. رجع كرة ركل الجزاء. وكان لما صدها عواد. خلاص. في مباراة أخرى. في الدوري المصري. ما تنجعتش. واللعبة بتخش. والجون تحرك. وما بتتغيرش. وما بتعملش. هذا هو الفارق. ما ينفعش إن أنا. ما بقاش عارف. إيه اللي بيحصل في لجنة الحكام حتى هذه اللحظة. ما ينفعش إن أنا آآ. أعمل حاجات أخرى تانية. بس مش وقتها دلوقتي اللي أنا أتكلم فيها. لكن. هو ده اللي أنا بتكلم فيه. هو ده الأهم. وبالمناسبة. أنا لما باجأ يتكلم في مثل هذه الأمور. وحضراتكو دايما كنتوا بتتكلموا فيها. وانت بتتكلم عشان خطر نادي الأهلي. آه عشان خطر نادي الأهلي طبعاً وكل حاجة. ولكن. علشان تطوير. كرة الرياضة في مصر. أي وقع. مقاييس عدلال الكرة. أنا كنت أولا حضر ريتك. كابتن أنا 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 يعني. متواصل جامد جداً مع 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 جموعهم الحكام في الفترة الأخيرة دي. لا الوضع. يعني لو الدنيا مشت بالشكل اللي هم في دلوقتي. حتى مع الانتقاد اللي حصل في الكشف الطبي. لكن الأمور لو مشت بالشكل اللي كلايتن برجي شغال به الفترة الأخيرة دي. هتشوف مستوى تاني. لا حكيم ما دي اذنك. مش ممكن تقول لي ده. وتقول لي إن فيه كشف كنفي على كنبة وبأسبرين. صحيح ده منظر يعني. وقول أي. مش مختلف. خشب قديم بتاعت زمان. ده دي البداية. ده ده كشف الطبي. وحكم آخر. وانا ما لا أقول لي معالي الوزير. والسيد جمال علام. حجم آخر يتعرض لظلم بين. وانا هم ادي له شعار كده ألعب بفانيلا بكم. شيء مخزي. وهذا الحكم هيفجر مشكلة كبيرة جدا. لأنه فعلا بيجلد لحساب غيره. فلما تكتشف ان الحكم اللي راح في ماتش الأهلي. ومحمود عشور. لعب الماتش ده لانيكاه في الأهلي ولا حاجة. عشان يبقى عنده طبقا لقواعد الفيفا. خمستاشر مباراة. عشان ترشحه. ياخد فرصة بقى لحد. ده تاني تجديد. ده كلام يخوف. لا تاني يا أستاذ عصام النقطة دي. معلش. أنا عارفها كويس. بس يعني اقولها تاني عشان الجمهور يبقى. كابتن في الواقعة الشهيرة بتاعة تعيش ومالح دي. وقال لملوقها وروز. المكان ده ما كانش كده لمجرد. معلش. خلينا اقول برضو الواقعة اللي حصل فيها. كان هناك مجموعة من الأصدقاء على حسب الكلام اللي تقال. الكابتن حازم إمام. الكابتن سيف زاهر. الكابتن دكتور أحمد عبد الله. الكابتن أحمد. الكابتن دكتور أحمد عبد الله أيضا. الكابتن أحمد حسام ميدو. الكابتن محمود عشور. كانوا مع بعض. كأصدقاء. ده إنه مش نكاية في الآلي ولا غز في الآلي. ده علشان يدولوا الماتش الخمس. يعني كانوا يدولوا الماتش الخمستاش. فبيحتفلوا إنه يخش الكشف الطبي. فده كلام بينما حكم. ده حضرتك ده يعني محد عنك من. طبعا ده بالأرقام. علشان يبقى مهيق لده. ويقول لك فيها إيه بدم الفيفا. يعني إيه الفيفا عايزه. انت بتقول لنا أي كلام ليه. لكن الأهم من ده. وهي واقع. أنا برضو عندي نصف معلومة مش واثق فيها. بس هي موجودة. إنه في نازل اللي هو مشهور. ربنا يكرمه. أخذ على نفسه. وهو تربية المؤسسة الوطنية العظيمة. إنه إن شاء الله مش هيكون فيه ظلم لحد. كله هيبقى بالأرقام. وبالتالي. لا هناك الكثير. وعلى النادي الأهلي. بعد حملة التطوير دي. وكلفة. يستحقها النادي. والحمد لله النادي لا شكع لحد ولا استلف من حد. لا عليه. إنه يرصد ده. ويعلي الصوت بأدبيات النادي الأهلي. وبمشروعية الكلام. لأنه لا يمكن أبدا. زي ما حكيم قال. إنه بعد ما تعمل كل ده. تبقى عرضة للفرقالي. وواحد يرسم من هنا. لكن أنا الكلام ده أنا أقولتهم بارح يا سيد عبد الحكيم برضو. اللي هو إيه. إنه ما عنديش مشكلة إن أنا أتغلب جول ملعب. جدا. هطلع أقول إن عسى مشال تتوحش. أصل عبد الحكيم مجريش. أصل إسلام مش قادر يقف. أصل كذا. من لعبة الأهلي. لكن إن أنا أتغلب بر الملعب. وأخسر 14 نقطة سنة اللي فاتت. غير الـ 15-16 نقطة اللي في السنة اللي قبلها. يخسر أحد أسباب خسارة. أحد 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 أسباب خسارة النادي الأهلي الموسم السابق والموسم اللي قبله. هي التحكيم. وبالتالي لا ما ينفعش برضو إن أنا أطلع أقول إن لا يوجد أي شيء ضد النادي الأهلي يا سيد عبد الحكيم. لا هو السنتين اللي عدوا محدش ده ما كان فيه. فأنا عشان كده بقول من دلوقتي. ما إحنا من دلوقتي لا مفروض نعملي بقى. المفروض لحد ما يزموط العكس ندعم كليتنبرغ. لأن فيه اتنين أو ثلاثة. اتنين أو ثلاثة. الرؤساء له جميع حكام سابقين بيحربون. لا بس ده طبيعي. ما هو حزم طلقت. الكابتن حزم يوم طلع على هذا الكلام. قال إن احنا عارفين إنه حيحصل حرب من داخل مصر. لا ده عايزين عايزين فعلا يطفشوه. أنا عن نفسي شايف إن الرجل ده ما عندوش حسابات لحد دلوقتي. عشان بقى صارح لحد دلوقتي. هو ما عندوش حسابات. مثل لو عدت عليه حكاية المد الحد. دي صعبة. موت صاحبنا وهم أصدقانا. وأنا بقول الكابتن حازم ودكتور أحمد وكل اللي حابين يبقوا مجموعة يذيروا الكرة. طب هل تسمح لها أستاذ عصام إن أنا أخد لسان المجموعة الأخرى. ده طبيعي دايما بنعمله. هل ممكن لك. يعني أصدقاء. أنا وصديقي الأستاذ عصام وصديقت الأستاذ عبد الحكيم. أنا كنت أكمل لك عليها. لكن في حاجات يا كابتن. مشروعية القوانين يا كابتن لا تجوز. لا يجوز وأنت تحرك العدالة اللي هي التحكيم. أن أنت تظهر معاه. وانت الراجل لاتحاده الكرة. ليه يا فندم لا يجوز. ما ليش. تظهره في أماكن مغلقة. أو في أجازة في اليونان. لكن مش في وضع ملتبس. أنا بقى بقول لك. كابتن حازم. أنت كابتن وأي حد في المجموعة الأصدقاء دي. واضح أن أنتوا بتشكلوا مجموعة تقود وكرة القدم. طب ما احنا اشتغلنا مع مجموعة قائدة كرة القدم. كنا في بداية تكويننا. اللواء حرب الداشورة. وكان زمالنا الله أكبر مننا اللي قانع باللواء حرب. ربنا يدي له الصحة. والقانع بالكارب سامير زهر. ربنا يرحمه. المجموعات بتوقف ورا مجموعة تيجي تقود. لكن مش بالشكل ده. مش عشان يسكنوا صحابهم وحبيانهم وجرانهم. لا. لا. يا أخي حتى أنتوا أكبر من كده. وما عندكوش ردود. وبعدين يما يحد يقول كده يقول لك ايه أصلها قديمة. يا ريتو. يا كابتن أنا ما حدش كلف نفسي وقول اللي انت قلته. احنا صحابي عجالة. لا. أنا لازم أخد الطرف الثاني. لكن أنا مثلا في الانترو بتاعي. أنا في الانترو بتاعي على فكرة. يعني أنا واخد الطريق اللي حضراتكم تتلم فيه. لكابتن صاحب أنا بقول لحضراتك. انا واخد الطريق ده. لكن. انت ضمير الغائب. لازم أنا دايما. يا كابتن انت ضمير الغائب. ده طبيعي جدا. لكن مش معنا كده ان انا عشان بس الجمهور ما يفتقي. انا مش معنا كده ان انا موافق. لا. دي عدالة عدالة الجلسة. ان يكون حضراتك. لا وكلهم ناس لهم اسمعهم كابتن حزم وكابتن ميد وكابتن سيف وكابتن محمود. ولهم الحق في تكوين مجموعة بما فيهم سيف بما فيهم ده. لكن لا. يا اخي البلد دي عملت منكم نجوم. لكن انتوا كمان. لا. ادونا حاجة. ادونا دليل الخيرات. احنا لو قلنا اللي عندنا عن بناء مجميع وراء مجميع وراء مجميع. الوضع مش هيبقى لطيف. احنا منتظرين بس ان امالنا تتعاظم انهم يفيقوا لرشدهم. انه فعلا الحق في الادارة. مش معناه انك انت تروح عامل لها كلها جبهات سلسلة كده. بينما الدولة مثلا في التحكيم بتتحمل اربعين الف دولار يا كابتن. لا بتتحمل اربعين الف دولار. عشان نفس الكابتن احمد ابو العيلة وده وده ويقهروا الحكم ويقولوله والموضوع خطير يا كابتن. الموضوع خطير يا كابتن. عايز تتكلم فيه دلوقتي? الموضوع ده بقى ينطبق عليه بتاعت احمد مجاهد. ليس كل ما يعرف يقال. الموضوع خطير. وقلت المعلي الوزير تليفونيا. وقلت للسيد جمال علام. لانه الموضوع جد خطير فيه ازمة. وقد الراجل يستقيل او يعني معناه يعتزل اعتزال مسبب ويغادر البلد. اصحوا. الموضوع ده بالذات خطير. ورال ديه من الارقام الحكم ده اللي يخليه نمبر وان. ولسه عامل امبارح التست وعامل الكشف الطبي. لو معالي الوزير ما اخدش باله من القصة ديه. خطر جدا جدا جدا. انا مش عارف الاستوز اصاب يتكلم عن مين تحديدا. هم عارفين. اسم الحكم والفرحان. كده انا فهمت القصة. من الاخر. ومصريته. والحقيقة حب البلده. والله اخ يعيش عشرين سنة في الدنمارك. قال له عشان خطر البلد دي. انساش ده. وتعالى هنا. ليك شغل مش فاكر كمحاسب او حاجة كده. شغل مهم واتعيش انت واولادك. الرجل يرفض مغادرة بلده. وحذرتهم ورفعت المعالي الوزير. وانا متأكد انه هينظر في الامر. نعم. فعلا. ده بقى يبين لك حجم اللي حاصل جنب حكاية القوة. يا كابتن الناس طلوا عليهم في الشواء اللي كانوا بروحها دي. حاجة كده. تكسف. اه. امشي عجالة عن طوامن هنا. ثم لسه جايب واحد ببلته. حطت السماعة دي بتاعت على قديمه. اقول اي. وخشبة بتاعت الايس كريم دي. يدوس على لسانك. لا يا جماعة. لا يا جماعة. مصري اللي كبرتكم. متستهلش منكم. لا هو متستهلش مني. لما انا بقى بطلع اقول يا سوز عب حكيم. ان يا جماعة تعلموا من النادي الاهلي. يطلعوا لك. اصلا الاسلام بيطبل. اصلا الاسلام بيطبل. ما تتعلموا طيب ما تودهم. المراكز الكبيرة اللي هي بتروحها الاندية الكبار. واصرف على حكامك شوية. علشان نقدر نعرف. وما تعبنين في ايه. ومحتاجين ايه و ايه و ايه. زي ما بتلزم الاندية. انها تدفع مليون مئة وخمسين لكل. كل نادي يدفع مليون مئة وخمسين. عشان الحكام تول السنة. خليهم يا اخي يدفعهم مليون مئة وخمسين. ومع ذلك الحكام ما ابدوش على فكرة. خليهم يدفعهم مليون مئة وخمسين. والمئة الف الزيادة دي. خدها. اعمل لهم الاختبارات دي. في احسن مكان في مصر. او احسن مركز طبي في مصر. ز مثلا انت عندك مشروع الهدف. مشروع الهدف. لا انا بتكلم على اللي احنا شايفينه. مشروع الهدف لغد دلوقتي بيتكلمونا عن عن مية ومش عارف كم غرفة فندقية خمس نجوم. ولا واحد راح سيكم فيها راجل. احنا عاملينه ليه? عشان الناس اللي بتروح تأجر في الفنادق ودي يوز وعيد ميلاد فلان طرطة تروح. مش عايزين نتكلم. لا خلي ده في وقت. لكن كمان يا كابتن. كمان يا كابتن. لازم ناس تعرف انه الاجانب زي فيتوريا. زي كلاتنبرج. لو ملقاش يا معالي الوزير. ان في دولة على الارض. دولة الرياضة تحديدا. شايفة. هينصاع اللي اللي اتعاقد معه. مع ليش يعني. هينصاع. زي كانوا ملقاش حد يقول لا. الراجل بعد ما قال مش عايز حد. جابوا له حد. ده يقعد في المدرجات. مش مشكلة بس يجي. والرجل التاني كلاتنبرج. ده مين فيتوريا. اه. الراجل التاني كلاتنبرج. اه. على المدرب يعني. على المدرب. انا بقول لحضرتك. وانت يا كابتن. يا كابتن حازم قلت لو ما لو سنكون عالميين. الاجانب يا كابتن. وده ما يزعلناش منهم بصراحة شديدة. لو ملقاش انه الناس عاوزة تعمل احسن حاجة. اه. هو يمشي ليه. قول لانت. عشان يتقال عليه فاشل. هواش عرفه ايه اللي هيتقال لو مشي. لا. هو مش هيكون وطن اكتر من هنا. الراجل كلاتنبرج. كان موعود انه الاول والاخير. لما يلاقي ان لسه مراكز القوة هي هي. طب هيعمل ايه. يمشي. لا يمشي. هيدورها. على قد المصلحة اللي قدامه. كلنا ولاد الدنيا يعني. ما هو النادي الالعي بقى اكثر الخسرين في هذا الامر. لا. عشان كده بقى. كلامي المتواضع لقدارة النادي الاهلي. كل هذه الكلفة. الجمهور العظيم. اللي دايما هو اللي ما بيخليش طوء النار دا يتقفل. بعد ربنا سبحانه وتعالى جمهوره دا حما. هذا الرجل اللي اسم محمود الخطيب. رمز النادي الآن. بكل ما يحاك ضده. كمية صبر غير عادية. كمية احترافية. في غاية التأدب. وكل الجهد دا يضيع. لا. الادارة لا يجب ان تصمد تجاهها كذا مواضيع. وادارة الاهلي تستطيع ان تصل بدا لمؤسسات محترمة في البلد. الصناعة دي. وانا قلت لحضراتكم قبل كده في المائدة المستديرة. الصناعة دي لا يجب ان تهضر. الصناعة دي لا يجب ان تهضر. مظبوط. لانه بعد هذه الكلفة زي ما الاستاذ عصام بيقول. ان انا اجيب مدير فني اجنبي بقى قد كده. واجيب اتنين خمس ست لعيبة بقد كده. واصرف على لعبتي قد كده. عشان في النهاية. لا قدر الله لا قدر الله يا سيد عب حكيم. لو خسرت الدوري جوه الملعب. ما عنديش مشكلة. هطلع اقول ان انا غلطان. وانا عندي كذا وكذا والقال. وكابتل محمود الخطيب. رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي. طلع. وقال ان احنا اخطأنا. قال ان النادي اخطأ. يعني مفيش احسب من كده. ومفيش حد بيبقى واضح مع جمهوره غير كده. ولكن. على الجانب الاخر. اديني حق برا. هطل حكام فار متعلمين وكويسين وحافظين. هطل حكام يصطحبهم. والمعدات. والمعدات. انا قلت لحضرتك. وانا على مسؤوليتي. المعدات. كيف تم احتساب هدف ليفربول. كيف تم احتساب هدف ليفربول. بالمعدات يا كابتل. بساعة. طبعا. الحكم لم يتردد. حكم عمل ايه. تعني عمل تين 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 تين. توت جون. يا دي اوبشن. ماذا نفس التين تتكلمت عليها. لا تأضمطش الهلل والزمالك. في كسر من السنة. صحيح. لكن انا بتتكلم على الهدف في الديقة كامه. 89-89. هناك شيء يا كابتن. اخطر من موضوع التحكيم. فضل. اتحد الكرة طلع قرار قالك تطبيق قاعدة اللعب المال النظيف. مثلا صحيح. تمام. صحيح. يعني عمل حاجة جدا. جدا جدا. لكن تطبيقها. اللعب المال النظيف ده. كانتكلمنا فيها مرة. دي معناها ايه. معناها أن النادي الأهلي مثلاً أنا أريد مثال خليناي بناتكلم عن النادي عشان محدش يزعد ما أقدم ميزانية ما أنت كل نادي هقدم ميزانية بتاعة الكورة لاتحاد الكورة صرفت مئة مليون جنيه ودخل مليون جنيه أنا ميزانيتي مثلاً أربعمائة مليون جنيه أبس تحليلها ده مهم مصله مش حكاية تقول رقم لا التحليل بتاعها اللي أنا هقول لها داك عليه إزاي الصفقات أنت ما تتخطاش الرقم بتاعها عشان الناس برضو بتفهم تقول لك إيه كل نادي يجيب الرقم اللي مقدمه لا 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 الأهلي مقدم بربعمائة مليون جنيه مثلاً يعني أنا بقدم مثال لا طبعاً أنا معرفش الرقم رقم تجريب أي نادم للتمنتاشر مقدم رقم ربعمائة مليون جنيه الربعمائة مليون بيقول كده في الورق وده ورق معتمد رسمي بخير من الناس طبعاً مقدم بمئتين مليون جنيه مثلاً منهم عود لعيبة وعود أجهزة فنية وعود قطاع كامل كل ما يخص كرة القدم و50 مليون مثلا مصاريف معسكرات سفر طيران اي 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 حاجات دي كلها يبقى يتينين وخمسين الفاضل من الربعمية 150 مية وخمسين ده صفقاتك اوكي تمام اي نادي لا تتعدى الرقم لا يتعدى الرقم ده لا يتعدى 150 مليون جنيه بغض النظر الرقم التجريب فلما تيجي واحد يقول لك انا جايب 12 صفقة و 11 صفقة لا يبقى انت هنا حضرتك لازم تقف ستوب تعالى 12 صفقة انت جايبهم دول في 20 في 15 في 22 يوصلهم 20 مليون 150 مليون يبقى هنا على فكرة مش قصة انا منعك ملقيت بس انت اتعاقب برشلونة مشى لعيبة وخفض روايطب عشان يقدر لليلة الماتش الاول ما سمحش لي الا تسجيل ست لعبين من اصل تمانية عشان المعدلة لسا ما توزدتش الموضوع ده الموضوع ده اهم بكتير جدا من اي حاجة طب ده كيفية تطبيقه ومن سيكون المسؤول على تطبيق كل نادي هيقدم ميزانيته للتحديق الاختر بقى امتى اين الانكم قبل غلقة بالقيد اين الانكم معروف بس ورعاية لازم يقولولنا لا لا بس ورعاية يا اكام عشان نزرف كاف ايوة بالزبط بس بس ورعاية يا سيدي زي ما يكون المهم يبقى سابس لا 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 ما تطبيقه تطبيقه لازم يبقى لا 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 بس الفضاء والرحاول لماذا لا 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 ارادتك هو اين ارادتك انا لا اتكلم على الفلوس انا هذه هذه هي الميزانية المشكل من واحد اثنين ثلاثة اربعة حكيم أنا معرفش برضو لكنها هي دي أنا سألتك ركوز جداً اللي قدموا لحد دلوقتي هم الأربعة اللي تم إرسال ورقهم للكاف للكاف بقى الأندية المفروض تقدم أهل زمالك أهل زمالك أهل زمالك فيوتشر فدول المعلنين المعروفين دلوقتي بقى الأندية الـ 14 هيقدموا قبل غلق باب القيد المرحلة التانية 15 أكتوبر المفروض بعد غلق باب القيد بتريد حضرتك تشوف الورق مين بقى اللي بيشوفه الاتحاد هل هناك لجنة مختصة لجنة اسمها زي لجنة الانضباط لها مسمى اللي هي دي بقى شغلها الشغل فحص اللعب المال المزانيات الموضوع ده أخطر من ما يمكن يا كابتل هتلاقى أندية ركز حضرتك في بعض الأندية كده بتتعامل بحرص قوي مع العشر اللعيبة صحيح في بعض الأندية بتصرف وكأن الموضوع مش هتطبع عليهم حد شو أخبروا من القصة دي اللي إعلان تم فإذا لازم يكون في مرابة أنت حجبت ثمانية فين فلوسك يا عما جبت واحد لازم حضرتك الكلام ده يراجع تماما ولازم من نادي الأهل يكون حريص على متابعة الموضوع ده منفعش أن أنا أعدي قضية زي قضية سيفل الجزيري اللي بتتكرر مع حمد صف ما حتشو أخد باله منفعش أعدي قضية إبراهيم عادل والسوز أحمد مجاهد حين نرى القصة دي من شهر ونص مع حضرتك وحديك قولت ساعتها ايه سوز أحمد مجاهد له حق الرد على الكلام وما طلعش رد طبعا تمام موضوع إبراهيم عادل حذر قلت كده وما طلعش رد وأنا قلت وعبولت وما قلت تاني على مسؤولتي كابتن إبراهيم عادل كان عقده ما توسقش في المدة القانونية وحصلت حاجة واتوسق يطلع يرد مرة تانية هوا عند شا يرد نفس الموضوع برضو اللعب المال النظيف لازم نادي الأهل يأخد باله زي حصل في سفيدين الجزيري وحصل في محمد صور لازم نادي الأهل يأخد باله وأنت متخيل نادي الأهل يشو أخد باله لا لازم يتعلق أعني حكتين ماينفعش جماعة عمومية أصلا ما بتسألش لأنه كل واحد بيدوله أي مصلحة للنادي في انتحاد الكورة ثم ربطة نحن مش عارفين عندنا جماعة عمومية محترمة برضو يا أستاذ أسام عاملين النهارده في أناس كتير محترمة تب انت شفت عملوا معاهم ايه؟ نعم عرفتش. علشان يقطع عليهم خط نقاش مستقبلهم. مستقبل الاندية الشعبية. اللي حتى في الصحراء الغربية حيث وانت ماشي من الساحل لما تروح. السيد الرئيس بينمي منطقة ويقول لهم حلوا مكان اي حاجة للشباب. تم لقى رؤوسهم رياضة. يقوم يوقعون خالص وقال لهم يقفلهم مقابل الاندية رجال عمل. ايه ده؟ فيروحوا وقدين بتوع الصعيد. قال ايه؟ القرعة ما تنفعش للنهاردة في معاد الاجتماع. يا ناس عيب بقى. عيب بقى. عيب. ومع ذلك هم رجالة. واللي عملوه ده أبرأ وجه الدولة. لانه كان يقول لهم اللي هيروح هناك وقعته من فوق. ولا فوق ولا حاجة والناس قعدوا وتكلموا ورفعوا مطالبهم بمنتهى الاحترام والله والوطنية. وانا معرفش يعني شخصيا نعرف اسماء طبعا والناس بقابلهم دايما. لكن فش حد يعني صاحبي يعني بتولى الدفاع عنه شخصيا يعني. لكن حاجة تشرة في الحقيقة. على فكرة هو الكلام فيما يخص موضوع الدرجة التانية أو الممتاز به هو من الناحية الفنية لازم تبقى مجموعة واحدة من الناحية الفنية. ولكن كيفية تطبيق هذا الأمر. أشكرك. هو ده الكلام اللي يجب ان احنا. لكن اننا أكلم. أقول 33 نادي. 33 نادي. ينزلوا درجة عادلة. يبقى انت عارف ان الناس ده مطلبها اللي انت قلته. الناس باحترام شديد بيقولوا نحن معه. لكن ازاي. لكن ازاي. لكن مش بمعنى اننا اقوم جاي جاي ل33 نادي. 33 نادي. هنزلهم درجة قدنى. لا وفل بقى الاندية دي. وسيب الشباب بقى اي حد يلعب في دماغهم بقى كابتن اسلامي او استاذ عبد الحكيم. ينفع. ينفع يا جماعة. وبالتالي ننتظر ان شاء الله خلال الفتر اللي جاية. نتمنى كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بنقوله. ليه بنقوله في اطار برضو استاذ عصامي استاذ عبد الحكيم. عشان ما حدش. احنا بنقوله في اطار دائما للتطوير. وان احنا نبقى وقفين. بنترح وجهات نظر مختلفة. بالمناسبة. احنا بنسمن موضوع اللعب المال نظيف. ده بقوله ده الخطوة قاسي جدا. بس تطبيقها. تطبيقها كيفية تطبيقها برضو. ما هي دي مشكلة. لانه في هذا البرنامج ومعي أنا تحديدا ومع الاستاذ عصامي ومع الاستاذ عب حكيم. اشهدنا بالاستاذ جمال علام واشهدنا بالاستاذ خالد درندلي واشهدنا بالاستاذ اللي هو مشهور وبالكابتن حزم كابتن حزم امام. كابتن بركات الكابتن عام الحسين. اشهدنا بيهم. كلنا اشهدنا بيهم. ولكن دلوقتي اللي بيحصل ده. هل هناك شيء خافي احنا مش فاهمينه. مثلا طب اطلعوا فاهمونا. يمكن نفهم. يعني نسمع ونفهم. احنا مستعدين نفهم. مستعدين نفهم على فكرة. اه. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر كله كله كده ضد يعني مش عايزين نخش في هذه المنطقة. ولكن في النهاية من فضل حضراتكم. لو عندكم اي حاجة قولوها لنا. كلمونا يعني ناس كتيرة جدا. بلاش انا تعرف الاستاذ العصام كويس. تعرف الاستاذ عبد الحكيم كويس. اتكلموا مع الناس واشرحوا وجهات نظركم. علشان نطلع نتبنى وجهات نظركم. لكن بهذا الشكل وبهذا الاداء وبهذا المنظر. اعتقد ان الامور هتبقى صعبة جدا 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 خلال الفترة اللي جاية يا استاذ عصام. انا بشكرك جدا. الامل يا كابتن انه يبقى فيه صوت عقل. وانا لازلت بقول ان ان شاء الله هناك قرارات سيادية لتعديل هذه الصناعة. وعايز اقولك ان مصر قدام فرصة رائعة لسياحة كروية عملتها دول خليج. وبالمناسبة سيد الوزير كان قدم حاجة زي كده في مجلس الوزراء. ان احنا يبقى عندنا طهران اليوم الواحد. زي ايامة شاط السنغال. الكاميرون فاكر. على اساس الناس سياحي الاجانب اللي عايزين يروحوا. قطر مش تقدر السعودية والكويتر الامارات عاملين رحلة اليوم الواحد. مصر تقدر تنتج ده. ويبقى فيه زخم سياحة هنا. طهران ما استرام بتشتغل الشركة الوطنية. تروح وتيجي مع هؤلاء المشجعين. انا بقول لسيد الوزير. انت قدمت المشروع الرائع ده قبل كده. ياريت كمان ده يندرك تحت بان سياحة كروية مصر تستحقها. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا سيدا. شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا سيدا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقة نهاية الاسبوع. ان شاء الله التقلي مع حضراتكم. يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.